يسعد صباحك موضيع من الحياة اليومية وأقوال شعبية منتنقلة بكل مناسبتنا هل هي صحيحة أم غير صحيحة بعين الإيمان؟ كونوا معنا كل خميس عشرة ونصباحا على صوت المحبة أستراليا وإعادي عشرة ليلا مع يسعد صباحك أعداد وتقديم ميرلا خطر الله معكم أهلنا وأحبائنا مستمعي صوت المحبة بنشكر الله على عودة الكل لسمع صوت المحبة وعودة صوت المحبة على العمل المثابر لنشر كلمة الرب كيف يؤمنون إن لم يبشرون؟ اليوم الموضوع أهلي مع الأب الجليل مارون موسى والموضوع كتير كتير رح يهم كتير من الناس ونتمنى أنه نسمع بالبصيرة مش نسمعه ونزعل لأنه كتير عالم بينقدوا الإيمان اليوم نحنا جايين نحكي على حالنا إذا حكينا على حالنا منبني حالنا بس إذا نحكي علينا ما منعرف شو عم بيصير لحتى نكبر بالإيمان يترى الإيمان هو بس تقوس يعني التقوس بمعنى الأشي التقليدية العملية أو الإيمان أكبر بكتير لحتى نبقى ننشر الرب يسوع بالكون الإيمان هو باطل دون العلاقة مع الله إذا أنا وين ما رحت إذا مش حسي إنه الله حاضر وشو ما عملت إنه الله حاضر الإيمان بيكون مش عم بيكبرني وأنا مش عم بكبر بالإيمان اليوم أهلي لحن أخذ كتير مواضيع ننتقد عليها وأكيد مين أحلى من أبونا مارون موسى بطوعيته وروحانيته ليساعدنا نفهم ليش بعد ما في وحدة شو هي القسمة لأنه على فيسبوك بشوف العالم هيك عندهم هالغضب وكاتوليك أو كاتوليك بروتستان يعني بدنا نقتل الفراغ هالوادي ما بين الجميع بيقول الرب أهدم كل جبل وأرفع كل وادي بالتواضع من كل الميول إذا نحن مننقط زيتنا منكبر لنصير أحلى ونستحق وجه الله الحلو رح نبلش بصلاة معودنا علي أبونا مارون موسى بيستدعي الروح القدس لحتى يجي هو المتكلم يكون وهو يلي ينزل على قلوبنا قلبي أنا كمان لأنه أنا كمان عم بكبر معكم أنا مش جاي أوعز أنا جاي كمان أفهم الإيمان لنقدر نغير هالكون نغير الناس اللي حولنا ونرضي الرب يسوع المسيح أهلا وسهلا بأبونا مارون يسعد صباحك يسعد صباحك الصلاة لألك ومنبلش بثغرات الإيمان من أمن يا رب حضورك الحي وطلب أنك أي روح القدس توعينا أن الصلاة هي أن نوع على حضورك أنت الحاضر دايما أبدا معنا أنت يلي ما بتغيب نحن يلي مننسى حضورك وطلب أنك يا رب بهالوقت هيدا يلي ملتقين فيه على أثير الصوت المحبة أنه تكون عم توصل كلمتك أنت يا رب مش كلمتنا توصل لقلب كل إنسان أي روح القدس أنت يلي قادر تتخطى كل الحواجز أنت يلي تقدر تدخل كل محل خاصة كل محل في عتمي لأنك أنت نور نعم يا رب تقال على قلب كل إنسان وعطينا حياة من أنوارك من أنوار المعرفة حتى نقدر نعرف إيماننا بشكك يا رب سلف على كل نعم رح تعطي ليها على كل كلمة على كل نعمة على كل عطية على كل لمسة شفاء نعرف يا رب أنه كلمتك بتشفي كلمتك يا لي بتحيي الأموات مش هناك يا رب اليوم طالبي منك في أشخاص كتير طالبين يسمعوا كلمة منك يا رب حتى ديرجع يحيى الإيمان فيهم الإيمان ربني على الحقيقة مش كاك يا رب على كل عطيك وبركاتك مش كاك على أختنا الميريلا وعلى الكلام يا لي رح تكون هك أنت عم بتساعده حتى تكون عم توصل بطلب منك يا رب بكون عم تستخدمني أنا كمان حتى الكلمة بقى توصل هي كلمتك أنت يا رب والكلمتك واحدة بس مش كاك يا رب على كل هالأشخاص يلي ما بنعرف يمكن أسميهم وين موجودين بس أنت يا رب تعرف كل إنسان مطرح مهوي موجود وقادر تكون عم توصله كلمتك هاك بكون كلنا سواء من اجتماع كعيلة وحدة كرعية واحدة وإنت رعينا للأوحد أيها رب يسوع المسيح يلي بنرفع لك مع الآب والروح القدس كل المجد والتسبيح من هالأولاء الأباد أمين أمين أبونا يعني بيقولوا قبل ما تتم الوحدة بدنا نوحد القلوب ولنقدر نوحد القلوب دايما في نقد والإنسان بالنقد بيغرب بينقز شو بدنا نقول للناس لما ينقزوا يعني النقد هو بيبني كمان يعني هلأ الإنسان إذا ما بينقض حاله بيكون ما نوشايف إنه فيه غلط والكمال للرب نحنا حتى لو كنيسة كاتوليكية لا نمتلك الحقيقة كاملة لأنه حتى الرب نحنا لش فهمينه كامل بيقول مربولوس بعد الموت ينكشف النور الكامل يعني نحنا بعدنا بالنور لكن منه كامل يعني خلينا شو بدي منك كلمة لأهلنا إنه إذا حدا بيقولون غير كنيسة بكل بساطة يحبوا قبل ما يسمعوا النقد لحتى نضل بهالتواصل لأنه إذا ما بدنا نحب غير كنيسة كيف بدنا نحب غير دين وكيف بدنا نكبر بالإيمان يعني اليوم عندنا الأسرار أنا المعمودية إذا ما تفعلت معها ماتت أنا بعتبر أنا ماتت لأنه بشوفها ميتة تنقول بقاتل مسيحي ومعمد ما ماتت معموديته مش قتلة الأسرار كيف بد إذا ما فعلناها بحياتنا وكان على رأس المحبة كيف بدنا نكمل الإيمان لأنه إحنا بنعرف اليوم إنه في غير كنيسة عم بيجيبوا ناس للمسيح أكتر منا كمان لازم نكون عارفين هالحقيقة في كهاني قدسين في راحبيت قدسين لكن كيف بدنا نتعلم نتواضع لنقبل غير كنيس ونبلش نحب بعض مثلا بينتقضونا بمارشاربل بتحس في نوع أوقات من التطرف بالعلاقة بالقديس لأنه هاي دي أكتر شي ننتقد عليها يعني أنا اليوم مسيحية يمكن ما بفتح الإنجل وبقري فيه بالحق لا عجيب طبعا مارشاربل من أعجوبي لا أعجوبي على الفيديو مليان بدك بالمئة للوف بس أوقات بتشوف إنه مش عم نكبر بالإيمان وين فيه صغرة بالعبادات وبالطقوس يلي أنت ببصيرتك الإيمانية وبروحانيتك فيك تشوف إنه يا عمي صحيح نحنا فيه مطارح اضطرفنا شو معنى القديس وليش أوقات عم نضيع الإيمان باتباع العجائب أكيد هذا إن كان مواضيع على واسعة كلها سوا بدنا نختصر نختصر أو يدر يدخل فيها كلها سوا أهو أهم الشغل نعرف حلنا إحنا كمسيحيين إحنا التلاميذ التلاميذ عنده ميزتين مهمين هو ميزة التعلم والتامية ميزة إنه في بضيعة وقت لأله هو يعني التلميذ في مرحلة بضيقة طعفية ما فيكون دغري بيروح يوم ويومين على المدرسة نعرف في مرحلة اسمها مرحلة التلب حتى الإنسان يصير حياة هاك معلم نحنا كمسيحيين رح نبقى تلميذ كل حياتنا التقليد اليهودي كان يقول التلبيث هو من عمر 12 لعمر 30 سنة قبل هك بيكون طفل من عمر 12 وقت لنعرف هالحدث يلي يسوء أخدوه على الهيكل حتى بعمر 12 ليش أخدوه على الهيكل لحتى يتعلم لأنه بالهيكل هدي مدرسة الإيمان وضيعوه لقيوه وبين العلماء كان عم يسألهم ويجاوبهم يعني كان عم يتعلم عن الإيمان بيبقى من عمر 12 لعمر 30 سنة تلميذ يعني يطلع على الكتاب بمؤدس يقرأ يروح كل السبت أو كل ما يكون في فرصة بعمر 30 يصبح معلم ليس هناك في حن المعمادان بعمر 30 هو دع الناس إلى التوبة يسوع بعمر 30 كمان صار معلم صار قدرين يكون يسمعه هذي كانت الشريعة اليهودية أو هذي التقليد اليهودية ليس مكتوبة بكتاب هذي التقليد اليهودي هيك يسوع المسيح شو عمل وقال لي بعت تلميذو أول شي يختارون يكونوا تلميذ أعطوهم صفة التلميذ وقال لهم اذهبوا وتلميذوا كل الأمم ما قالنا على فترة معينة يعني قالنا رح ضلالكم تلميذ كل حياتكم حتى نعرف انه ولا مرة حنصير معلمين بمعنى ولا مرة في نقول أنا خلصت ما بقى لازم أو إيماني اكتمل انه أنا صرت بكفي بس عيدي اللي عم بعمله ما بقى فيه لزوم اتعلم مش جديد وتاني شي ما كأنه أنا بديبلش انتقاد غيري لأنه عدت المعلم اللي هو بيدر يصلح للآخرين حلو أنا رح ضللي تلميذ كل حياتي معنات لازم فكر فيها انه أنا لازم دايما اطلع على إيماني ولو صرت كبير بالعمر نحن نعلم مشكلة نحن نجي على الكنيسة كأنه جايين بس لنصلي لنقول كلمات لأله ونروح على البيت ما متعلم شي لأنه من جايين بيروح التلميذ يجيل حتى اسمع كلمة الله حتى ربنا يحكيني ولو صرت كبير بالعمر لأنه بالنهاية أنا بدي ضللي يتعلم أنا ما ما بيعرف الحقيقة أنا بدي ضللي تلميذ كل وتي أنا وبيدي يرجع وما فيه ما بيحقيني انتقذ غير لأنه بعد ما صرت معلم وما رح صير معلم لأنك قال لا تدين ولي لا تدين ونحن نحن 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 نوقف التعليم نفكر حالنا أنه تعليم الديني اللي بيس بعتونا بالمدرسة أو وقت الأول الارباني وبعد ملنا خلص صار أنه كأنه مش بحتاج بقى أتعلم أنا إيماني كأنه صرت أنا مسيحي بعلق صليب ويدافع ويقتل ويصير متعصب بأنه ما حدا يحكيني عن يسو عن المسيح بس مش له الإيمان أنت بدك بعد تتلمز وبدك كتير لحتى لها المسيرة هايدي بدك تيجي كل مرة على تنيسة وبدك تسمع مثل ما وقت الإنجيل قولوا في السكوت أيها السامعون يعني سكتوا عم يقول إياها سكتوا شما أنت سكتوا يعني وقف حكي لأنه مش بس نحكي مع بعضنا وقف أفكارك وقف كل هلأ الوقت يلي ربنا عم يحكي أنت سمع نحن ما بنسمع إذا عملنا فحص لناس عبيب الكنيسة شو كان الإنجيل يوم أو شو كان الرسالة بأكد اللي كتتر به عن الناس بالكاد انتبهوا شو صار هايدي معنا روح التعلم يلي هايدي بتخلي الإنسان حياته نصير لكن كل ما تتعلم بالكتاب أو تتعلم الإيمان كل ما تقرب من يسوع المسيح وكل ما تقرب من الإنسان الآخر طبعيا ما عاش بتنتقدي الإنسان الآخر وطبعيا ما بتقولي أنه أنا بعرف كل شي نحن مصير دائما معلمين وبدا ننتقدي البابا وبالنازل وبدا ننتقدي الأشخاص بتشوفي بتطلع مثل عم نقولي تطلع الفيسبوك بتشوفي مثلا أسقف أو حدا بيطلع بيحكي كلمة أو بكون عامل كتاب هلا بنمؤخرا هايك اللي شيء بصير بتطلع الناس بدين ينتقدي ويطلع يا عمي طيب وبيروح القتال يعني اي طبعيا أوكي يعني قدي وقت قد ما هو يشتغل وبعدين افترضنا يعني في هالشغلات هايدي اللي احنا معنا لأنه معنا روح التلميذة الإنسان التلميذ بصير متواضع بصير يقبل لأنه يا عمي أنا أنا ما بعرف كل شي أنا بدي تعلم وخلي روح القدس علمني هايدي شعبنا يلي محتاج لأله لفتلي نظري أنا دايما هايدي وانت أول آيات بيقولون أشعية ويلي هايدي أولا نحن ما منتبه هلا بعيد الميلاد بنمرق رمزية موجودة بأشخاص المغارة لكن نحن ما منتبه نفكر حتينهم هايك بيقول اسمع آيات السماوات وأصغي آياتها الأرض لأن الرب يتكلم البنون الذين ربيتهم ورفعتهم تمردوا عليه الثور يعرف مقتنيه والحمار معلف ونحن هايدي بوقت بالساتة بعمغارة نحن منحط الثور والحمار مش تحت يدفو يسوع للبردين هايدي لحتى نطلع فيها ونعرف انه هايدي نبوء من أشعية حتى يقلنا الثور والحمار قوات بيكون أحسن من الإنسان يلي هم يعرفه هو عمقول الثور بيعرف صاحبه والحمار بيعرف معلف صاحبه الشعب ما بيعرفه الشعب ما عميجي ويعرف إليه بهمنا لكن يكون في معرفة المعرفة هي أساس الإيمان صحيح هلأ أبونا انت شددت على الكنيسة ومية بالمية معك حق لكن حتى يعني بإنراجل بايسس إفري داي قراءة الإنجيل والتأمل فيه جملتين إذا الإنسان بياخد جملتين وبيتأمل فيهم كل يوم ما هي الله مش يتكلم بكلبته ما منشدد يعني مع احترام إلى الكنيسة الكاتوليكية ما منشدد على كلبة الإنجيل أبونا عنا نحن أديسين ما كانوا متعلمين بس إنه عاشوا بالفضيلة والفضيلة هي الله كمان الحب الله والرحمة الله لكن اليوم الشبيبة متعلمة والفيسب والسوشال ميديا تسرق الإنسان اليوم بدنا نشدد على كلمة الإنجيل يعني منشدد دايما على المسبحة المسبحة بتطلع السماء كيف بتطلع السماء بتفسر لنا مثلا هالتفسير رنبلة هي بتخلص الإنسان هل المسبحة بتخلص الإنسان أبونا من دون كلمة الإنجيل والتعمق بكلام الله لأن الله يتكلم مع الإنسان بيقول بإرمية 2 5 أي خطأ وجده في أباؤكم حتى نبذوني وضلوا وراء الباطل وصاروا باطلا لم يسألوا أين الرب يعني أنا اليوم هيدا الرب أنا إذا ما عم بحكي واسمعوا بها الكلمة كيف بدوا الولاد عم بيتشتتوا سيسترو زمبارح قالتلي في كتير أولاد بتجي تتعلمون الإنجيل ما ننفيتين بيجو بيقولولا إذا أنا ما بشرب الطفل كلمة الإنجيل يلي هي تعمل بالروح القدس وتلقين الإيمان سيعتا ما بدوا سيينتيفكلي المسبحة ما بتلقين الإيمان ليش منشدد على الطقوس ما منشدد على كلمة الإنجيل اليومية يلي بيقول الرب ليس بالخبز وحده يحي الإنسان أنا اليوم إذا ما بيأكل كلمة الله بقع بمية مصيلة لأنه هي اللي بترفعنا ليش ما منشدد على هالكلمة باكي هو لازم متل ما قال الوقت الكنان عم يسأله يعني يحكي يسوع وقت الوقت الال أريد رحمة لذبيحة عم يقول أنه لازم تعمل هاي وما تهم له تلك يعني لازم يكون في بلانس بحياتنا يعني العلاقة مع الله يليم الخير للصلاة الطقوس هي صلاة هي الطريقة لتعبير عن الإيمان بالصلاة ومشاناك في عنا الطقوس مختلفة أنه قاعد مع الرؤب بس أنه عندنا طقوس مختلفة مثلا الليتورجيات وكل إنسان حسب اختباره مش بس إنسان كل جماعة وكل مجموعة مشاناك في عندك شيء اسم الليتورجية يعني هايدي أكيد حلو يكون هي صلاة الجماعة كلنا سابق نعم نشارك فيها هايدي ضروري يكون موجودة ونحترم ونمارس لأن هايدي امتداد للكنيسة من البداية وكيف نعم نعيش عم بحكي مسلا مشاناك إطليك أنا لإداس لأنه هو صلاة الجماعة وياللي هي الحلو نكون نعم نلتزم فيها حتى نكون حياتا هايك عم نقدر نعيشة الشي اللي لازم نحنا ننتبه ولازم نشدد على وهذه كانت تأثير من نحنا بيكون هايك قدام الكنيسة هو إنه نحنا الإنجيل يوم الأحد عادة وقت نرى الإنجيل يوم الأحد ومنفسره بخلال الأسبوع بيكون كل الإنجيلة اللي وضعتنا يوم الكنيسة هي تفسير أو تطبيق أو استكمال لها الإنجيل تتبع الفكرة زيدة تتبع لكي نظل الإنسان يقدر يكون كل مرة يفتح الإنجيل هكذا وما كان يطلع يكون عنده مثلا مسيرة مشافية ويكون شالة حلو كثير وهو هذي اللي أصلا موجودين بأكتريط الرزنيمات مثلا الرزنيمات اللي نعملها الرعية بتلاقي موجود أنه محدود مثلا اليوم كذا الإنجيل والرسالة التالية التالية الأربع نحن بس نستمر رزنيمات حتى نقول أنت عندي موعد مع الحكيم أنت موعد مع كذا بس ما من ننتبه أنه هالبراجع اللي بتضع لي الكنيسة هذي متل ما قالت إذا كيف حلو أنا أنه كل يوم شوف المرجع افتح وقري وكل يوم ساعت خاصة نحن إذا نحن نحن مع زمن الكنيسة مثلا الأحد المرأة السامرية بتشوف هالإنجيل اللي بتمرؤ كل سواء بتحكي عن لقاء يسوع مع أشخاص هاللقاءات التي يعملها يسوع مثل المرأة السامرية هاللقاءات تساعدني كيف يسوع كان هو يعزم حال وعند الناس هو يجي عندي ويحس مثل المرأة السامرية والكنعونية وزكا وكل الأشخاص يسوع أنا جاي لعندك على البيت ما هذا يساعدني بتأملي بأعرف أن بسور الإنجيل يحكيني شخصيا التأمل أن أنا جسد كلام المسيح على حياتي وأعرف أن اليوم أستقبل الرب واليوم الرب جاي لعندي حتى التقي فيه الصلاة إذا بدأ تنطلئ عندك صلاة الجماعة لكن لازم يكون فيه صلاة شخصية بمعنى صلاة الفردية الإنسان يكون عم يصلي ها هلأ سألتيني بالنسبة للعبادات أو الوسائل ساميهم مثلا المسبحة أو التسعويات والصلاوات كلها سوا بنعرف هاودي هاودي أصلا هن وسيلة لكنيسة حتى حتى لنحف حتى بالبداية المسبحة هي كانت الطريقة للأشخاص يلي مش قدرين كانوا يقروا الكتير مؤدس المزامير 150 كان دايما الرهبان مطلوب انه يصلوا الصلاوات 150 كل يوم المزامير مش انها كان عملة المسبحة هي 150 مرة يعني يعني اذا بتقسمي عليها بيطلع 150 مرة هاودي مقسمي بحسب المزامير لأنه قدرين فيه أشخاص بس هي بلشت مع التأملات او بلشت بعدين زي التأملات بعدين الكنيسة رتبتها وحطت انه بدلا ما يكون بس فيها تكرار حتى ما يكون بس ما فيها معرفة الكنيسة وضعتها وقصمتها بعدين حتى تصير يعني الأسرار يلي مصابيني الأسرار معناتها مراحل حياتي يسوع المسيح وذي منفكر السر هو شي بتعلق بي الله يعني الشي يلي أنا بدي اتعلم من خلال علاقتي مع الله يلي هو أسرار الفرح وبعدين الكنيسة رجع زادة أسرار النور بالوسط حتى تكون حقيقة أنا عم بيش كل حياتي يسوع المسيح أو برجع بفكر فيهم المشكلة التي عبتنا هي المشكلة مش بالمسبحة بسلاتة تأمل أنا بقول أنه حقيقة ما في صلاة أهم من صلاة فكرة أنه هالصلا بتطلع السماء وهالصلا ما بتطلع السماء هذا غلط مش موجود عنا شي بإباننا ما في شي بيقول لا بيقول الخلاص بالمسبحة كيف الخلاص بيسوع المسيح وبالفضيلة وبصماع الوصاية ما في صلاة أهم من صلاة الصلاة يلي بتساعدني أنا بعلاقة هي والطريقة كلنا سوا هدفنا أطلع على السماء في طرق بين الإنسان يستعمل مثل ما قالنا قبل كانت فيه بيعتبروا كأن المزامير هي الطريق اللي بتساعد الإنسان طبعا أنا طبعا الشخص الأمي اللي أنا مش عادر رشو بعمل عملوله طريقتين وطلعتوا على السماء جدودنا وأهلنا يلي صلوا المسبحة بيطلعوا على السماء أنا مش عقول ما بيطلع عقول بيطلعوا بس ما فيني يقول هذه هي الطريق أمين الطريق الوحيد هو يسو حمسيح يعني ما فيني حد تفكيري بصلاة لا 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 ما فيني حد إيماني بصلاة هيدا مش صحيح ما في حدا يقول حتى لو كان بيفتكروا أنه هيدا ظهورات أو المريم العادرة زهرت لا قلت له هيدا الطريقة بس عم تلع لا لا هي يعني ما بتقول لكل الناس بشكرك أبونا بشكرك لأن الظهورات أول شي أهلي الظهورات منها إنجيل صح أبونا منها مؤدسة كل أنجيل الظهورات المؤتر فيها الكنيسة هي الظهورات يلي بترتكز على الإنجيل مش هيك الكنيسة بتقول إنه هيدا صحيح أم صحيح يلي هي بتجي حتى تأكد كلام الإنجيل ولا مرة في عنا شي جديد بالظهورات إيه بسم بله أبونا هلأ مثلا الظهورات ظهر فيها اليوم صاروا عملينا العالم إنجيل أنا بحس هون عم بيقعلوا عالم بالإيمان يعني آلة العذرة كرسوا روسية للعذرة شو معناتها كرسوا روسية للعذرة يعني كل أهل روسية بدون يقدموا قلبهم لقلب يسوع الطاهر وقلب العزراء الطاهر مش أنا برش ما يمصلي بروسية وصارت روسية للعذرة هون الصغر بالإيمان أبونا صح بعدين في شغلة تانية العذرة قال تنبأت إنه في بابا بده يخرب الكنيسة اليوم العالم ما بيتيقل بابا يعني في عالم من قلب الكنيسة طبعنا بيكرهوا البابا مش ممكن تكون العذرة تقول هالكلمة هده يعني الزهرات قتلت الإنجيل لا بقى همش الزهرات صحيحة لكن الزهرات الكنيسة بتقر فيها يلي هي معلوفة الزهرات اللي صارت عم نحكي للمريم العذرة يلي هي كان صارت بلورد أو بفاطمة هؤدي هنه آخر الزهرات الكنيسة تقر فيهم يعني هنه ما فيه نشي من هالكلمات هذي حتى كل شي بيحكي عن أسرار فاطمة ما فيه شي اسمه أسرار يعني ما فيه شي مخبه بعد وبدو يصير وده شو ولا مرة مريم العذرة ومعنا إيها أصلا إحنا بكتابنا أو بشي الله بيجيب إلنا بكرة شو بدو يصير ما أنا موجودة هذي سألوا لي سألوا فقط الآب يا عريف حتى سفر الرؤية اللي مفكروا إحنا آوات أنه هيدا سفر بودي يحكيني يا مدري هيدا كتاب كان عم يحكي كل يوم بيصير هيدا طيب يحكي النفس وكان عم يحكي عن شي اللي صار أصلا على أيام الاضطهاد هيدا نكتب وقت الاضطهاد يوحنى الحبيب كان موجود بجزيرة بطمس لأنه كان مضطهد هو وكان المسيحين بلشوا يضطهدوا بروما وقتها كان عم يحكيون بطريقة رمزية نعم عن الاضطهاد اللي عم يصير نعم وبيعطلهم المكاتيب اللي قلون هنه حتى يشجعن ويشجدن يشجعن وقت الاضطهاد لكن هيدا سبط للمكان هلأ أنا عفيا عننا اضطهاد المسطرور يكون اضطهاد حربي أو قتل في اضطهاد إيماني في اضطهاد أخلاقي في اضطهاد العيلة كمان هالكلام هيدا هيدا كلام الرجاء كلمة رجائي اللي بتنطبئ بأي وقت مش هناك فكرة أنه النبوءات أصلا كلمة النبي بالكتاب المؤدس أو النبوءة اللي هي مثل الظهور هي مش معاية بتخبر عن شي بده صير هيدا كل طبصير بيصير وبتحكي بالفنجان وبيطلع الننجمين النبوءة هي تفسير كلام الله على واقع اليوم هيدا هن الأنبياء ارميال حكيتي عنه واشعي عم حكي عنه كان عم يقول لهم الله بيقول هاك وبيقول لهم إذا انتو الوضع عايشين في غلط وإذا بتكملوا هاك هادي هي الطريق هيدا هو متى كل إنسان متل ما انت بتجي تتعلموا لأولادك بتعلموا التطريق اذا كملتوا هاك معروفة متل ما دايما نحن معروفة اذا بتعلموا للانسان لاك اذا انت مكمل بهذا الطريق ياب الأبر ياب الحبس معروفة وانه ما عم تقول له هلو شي جديد بس انت عم تنبهيه بتوعيله بس هذا مش عم تتنبيله انت عم تفرجيني هيدا الطريق لأنه معروفة الشغلة مثلاً بفاطمة. الكنيسة كانت عم تحكي عن شر بدو سير بالعالم. عم نحكي وقت عن الحرب العالمية بدو تصير. وكانت عم تحكي عن الشيوعية وقت البلشت اللي هي عم تحكي عن الحرب ضد الإيمان. أو اللي هي قتل الإيمان بالإنسان. اللي هي دي أعظم من أنه تقتل الجسد. بدك تخافي اللي بيقتل الروح. مش داك اللي بتحكي عن كرسوا الروسية بما انت صلوا من أجل التغيير أو مشان هالشر ما ينتصر. معنى انت هاي دي بتساعد الإنسان على الصلاة. مش أنه أطلع أرش علي وما يصلي ولا أطلع بالطيارة ولا أطلع بشي. أنا بصلاة لأن الصلاة ما بدا في الزوم بروح لونيك أنا. فيدي أنا صلي حتى يصير عندي. يعني بدنا نخفف تعلق بالظهورات. لكن بدنا نخفف تعلق. بالكلب بالحرف يعني. اي ما بدنا ننغش. وأنا بقول يعني نتبع تعليم الكنيسة واضحة تعليم الكنيسة. لأنه مش كلمة تطلع الإنسان أنه أنا شفت العدرة. وظهرت لي. أنا ما عم مشكك بأشخاص ذاكي. هي العدرة عم تظهر على القديس وعم تحكي. بس أنا مقول في أشياء بتبقى في رسائي الخاصة. لأن ربنا قادر يحكي كل إنسان. مثل ما حكي بالعهد الأديم. مثل ما حكي بالعهد الجديد. مثل ما حكي يوسف بالحلم. يوسف معروف أربع مرات أجل عنده بالحلم الملك. طيب نايم حلم. وجاء له شو ريزم يعمل. بس مرح قال له هو شو ريزم يعمل. مقامة وفعلة مقامة أمره الرب. إذا أنا حلمت بمرأة المعدلة أو حدنج قال لي. مش معينة يروح يخبق بقيله لكل الناس. وميريال للك انت رزت. هذه الأقلية أنا. صح. يوسف مرح قال له لحدا. هو قام وعمل الشيء يجب أن يعمل هو. صح. يعني الشيء كان لقاله هو ظهور أو كشف خاص لقاله هو. وهيدي ربنا بعد وبيستعملها. لأنه يلهمني من خلال كلمة بالإنجيل. من خلال كلمة أنت بتحكيها. ما نحن هلا عم نحكي عنه إياك. ما في ناس هلا عم يسمعونا. هل ناس عم يسمعونا يمكن هالكلمة الدق بقلبه. ما فينا نعتبر هايدي ربنا ألهمه. ربنا أو حيلو شيء يمكن يحس حاله. أنا بياخد قرار أنه خلص من اليوم. رح تقوم كل يوم بدي أرى الإنجيل. ما هيدا صرنا كلنا نحنا صرنا مثل أنه أنبياء بالنسبة لعالشخص. وصلنا له كلمة الله. ودخلت على قلبه. وقام مشتغل وغير حياته. تمت النبوة. هذه النبوة. هذه النبوة أنه أنا حقق كلام الله. الكلام الحي بحياة الإنسان. دعنا نرجع على الأصل بشيء ما ينفهم. شاء الله نحن نقول بالنسبة للمسبحة. المسبحة طريقة مثل ما قلنا هي. حتى الإنسان يكون يتأمل فيه قداش حلوة. إذا نحنا نخصص وقت. لأنه حلو الإنسان يتعود على شيء. أنه هذه معاول. أخصص وقت أولا أنا بصلي المسبحة. أعرف كثير من يصلوا المسبحة. وحلوة كثير. وطاهرين. هناك ناس كثير طاهرين. يعني عايشين على الدأمول. مديسين. وأكيد شعلي مهمة كثير هيدا. نعم. بس أمول خلينا ادياش فينا هالشي هيدا تساعدني أنا. أول شغلة افحص حالي أنه أنا ادياش صلاة المسبحة عم تقربني من يسوع المسيح. لأنه مريم العدرة بدت تدلني على يسوع من أول كلمة قالتها افعلوا ما يقول لكم يسوع المسيح. إدياش أنا عم تخليني المسبحة مثلا اقرى الإنجيل. أو اتناول جسد ربيا. لأنه ليسوع المسيح هو الكلمة وهو الجسد. إدياش هالشي عم يساعدني. إذا هيدا عم تغنيني أنه أنا خلص ما في لزوم روح للإديس. ما في لزوم إزمع الإنجيل. ما في لزوم. بانيتها أنا بالوحب محلل غلط. إذا هالشي أردني. لا الفيديس بيصلوها خلال الإديس. أنا شفت كتير عالم بيصلوها خلال الإديس. مع الأسف أنا بقول بهاليين ما لازم بقى تكون موجودة. إذا كانت قبل موجودة بقلك أمد لاش كان موجودة قبل. نحنا كان يقولوا لإخوارني لهالنس لأنه كان إديسنا بالسريين. نحنا خصنا شعبنا المارونة. نعم. كل إديسنا بالسريين. نحنا ما صار له زمان ما صار له ستين سنين كان تغير حتى أنه عربي بالإديس. والنس ما بيعفو السرييني. طب اللي قعد هاك كان يقول له صلوا بهالوقت هذا. بدي يقولوا شيء بدي يصليوا شيء. بدي يصليوا شيء. الناس ما فيين قاعدين كله هتفكر بشيء. التسادي على الصلاة. وكان يوقف ويقعد وقت. هلأ بعد في ناس بعضهم عاودين فكريين حالوا أنه أنا بوقت للإديس. كل إنسان بيصلي صلاته الشخصية. ما في كلمات. ما هلأ صار في كتاب بين إيداك. في شاشة موجودة. قول أمين. ما في شيء ما بيحقلك تقوله. حتى الناس بيقولوا طيب. وقت الكلام الجواري مباري. هدي كبارا حدا ما يسألناه. الخطيئة إحنا إذا إلناك بقلبنا. وانت مكتوب بالكتاب قدامكن. هدا كلام الرب. هدا تقريه وتتأمل فيه. بس ما تقوله على صلاة عيلة. هدا قلب قوله على صلاة عيلة. هو خليل معروف. كل مرة حدا ما يعلي صوته. بس البائلين فيكتونه على قلبك. مش غلط. بس ايه. قول الصلاوات. اقرأ الصلاوات. ما الصلاوات. هاو دي كلهم مأخدين من حياة ربنا يسوع المسيح. مش بس تقول أمين بالآخر. قول الصلاوات. يعني سماع شاع. كون انت عم تعيش. خلي الكلمة تدخل على القلبك. هيدا. حياة بيكون إنسان. هكا عم بيقرب. يعني حياة أنا أبو اللي عم بصور يعرف أكتر. وبصور هو ينتبه على حاله إنه حقيقة أنا عم يصير يعرف إيمانه. صار إيمانه مبني على الصخر. على الصخر. مش على عواطف. صحيح. حلو. العواطف تتغير. أنا اليوم كان عطفتي أو أنا مزاجي. لأنه بتاعفي المزاج بتأصر بالطقس. هلأ مثل هالأيام بإسترالي ما بتاعفي. مشت الدنيا بتطلع الإنسان معبق شوي. عبوء. الإيمان ما فيكون هكا مبني على التغيرات. آمين. الإيمان مبني على الصخرة. مش هناك سؤال. وعلي هذي الصخرة سأبدي كنيستي. الإيمان يبنى. لا يورط. ويبنى. بدك تعمري. ومثل الإنسان بيقلنا. يلي بدي عمر بيته بيعمره على صخر. ما بيعمره على رمل. يعني الصخر شو هو؟ الشي السابت. والسابت هو كلام الرب. السابت. الرب هو السابت. مش الإنسان هو السابت. تعرف أبونا لأنه بالبيوت. أنا بشوف أولاد كتير عندهم هيك أسئلة عن الراب ونور. إذا إجا سألني ولد أنا ما فيني يقوله رح صلي المسبحة. يعني أنا بدي أكون متأهبة جندي عند الرب. وتكون جندي لمسجد الرب. بدي أكون عندي ما أعرفي بيقى الإنجيل. بدنا نركز اليوم. وبيدي أصلي كتير لكنيستنا تركز على كلمة الرب. لأنه نحيا بكل كلمة تخرج من فم الله. متل ما اتفضلت وقلت. اليوم أنا يمكن أقرأ الإنجيل. كون أنا بطرس. وحس إنه الله عم بيقلي شيء. لأنا كي بدعيش هالنهار. مع احترامنا لكل التقوس والصلوات. وكل واحد يصلي. بس إنه لا شيء يضاهي كلام الرب. لأنه هو علاقة مع الرب. وهل علاقة هي بتخلص لي حياتي. بتاخدني على السلام. بتاخدني على الطواعية. بتاخدني على محبة الناس. وبتكمل فيه للخلاص الأبدي إلى ما وراء الموت. الشعر الأساسية هي مثل ما نحكي. الإنجيل مهم. بس بدي خلي روح أدوس دائما أنا بداية الأشخاص. خلي روح أدوس هو يفسر لي الكلام أو يساعدني أفهم الكلام. حتى أنا وبالكنيسة. أنا أعطي المنموم إنه يحد إنسان مرة بالجماعة ويذهب إلى الكنيسة. الأكتر من هك في الإنسان كل يوم يقرأ الإنجيل. حلو مثل ما قلنا إحنا موجودة على الزنامة. وقرؤ المقاطعي اللي هي تلي يوم الأحد. هذا اللي بتساعده. بس حتى أنت عم تسمع الإنجيل. قداش حلو تقوله يا رب تكلم إنه عبدك يسمع. مثل ما قلو إياها سامويل. طيب مهم كتير ما ربنا ساعتع بيحكينا. أنا ما عم بدعي إنه نحفظ الإنجيل. لأنني إذا كل يوم أخدت كلمة من الإنجيل. أنا بكون إنسان عم بعيش حياة مثل الإنسان. يعني إلي بيأكل ما في يأكل كل الطولة. بدي يأكل شبعته. يعني إحنا كلمة تحيا بنا نفسنا. إحنا نفكر أوقات كيف بدي حفظ الإنجيل. ما رح تحفظ الإنجيل. وإذا الإنسان أوقات ما بيعرف يقرأ الإنجيل أو شي. فيه يسأل. ما نحن نحن نحكي نها تلميز. بنشكر الله بكنيسنا في سارات إنجيلية. بنشكر الله بساطة المحبة عنا تعليم. يعني هالتعليم هيدا هو اللي بيساعد الإنسان. حتى بجوكل إذا بتفوت على زينة يعني موقع الفاتيكان. ما في موضوع في عندك فيه تساؤل إلا بيجاوبك. وفي عند الأقباط بفتكر اسمها تألة. بس أنا بحب كتير موقع الفاتيكان. لأنه يعني كنيستنا هي الغيناء العظيم لإعطاء الله. أكيد أنا بنصح كل إنسان أكتر بكنيسته. لأنه يمكن بلاتي على الإنترنت. فيه شي كتير ممكن تكون متوافرة لكل الناس. لكي يكون عم يعرف. لأنه فيه أشخاص حتى غير المسيحيين بيحكوا عني سؤال مسيح. أكيد بمعنى أنه يعتبر. يغير أديان صحيح. يفسروا. ما بتعرف شو عم يفسروا. ما بتعرف إذا مصدر من إخدنا من الكتاب المؤدس أو من غير كتب. يعني أكيد هلأ بيظل هالتنوع الموجود لإنسان أولاد كدير بضيئة. بخطر. الشيك بيكون حزر ويسأل أي المرجع. حتى بالكتاب المؤدس نعرف يعني عدة طبعات. وعندنا عدة أشخاص يعني هناك كتاب المؤدس أو مترجمات لأله هو. حلو يسعى الأي الأفضل يكون عم بقرية. يلي هلأ بيساعدني. لأنه في منهم بيكون فيهم شروحات مثلا. والشروحات أولا بكتير بتساعد. لأنه بيبلك المرجع وبتروح. بتوبح الرؤية. بتلاقي إنسان يعرف أكتر. لأنه بالنهاية الكتاب المؤدس منه قصة أنا بقرية وبنام. الكتاب المؤدس هي حياة الله فينا. هي قصة الله معنا. ويلي هاي دي منا متسلسلة بها المعنى هاي دي. وهي دي عم تنمى. من نعرف إحنا بالأنجيل. إنه كل واحد حسب الطريقة أو شو الهدف يلي بدووصل. متى كتب لليهود. بشأنك مشوف كتير إشا مراجع كتابي من عهد القديم. بدي أعرف. ليه لكون عندي فكرة صغيرة المينموم. إنه حتى ما ضيع. ليش متى حكي هيكتاب. ليش مرقص حكي شي تاني. بصور ضيع. بصور تفكر حالي إنه عم بقرأ نكتب تاريخ. وفيه غلط بالمعلومات. هذا بقول خمس خفزات. هذا بقول سبع خفزات. بشأنك أنا عم بقول إنه محتاجين لنعرف شوي. لنعرف. نسأل. مش غلط نسأل. اللي بيسأل بيلاقي. بيوصل. اسأله تعطوا. بقول لي سؤال المسيح. اسأله الكلمات. تعطوا الكلمة. بهم كتير هاو دي. يعني أنا عم بتوجه بهالكلم خاصة للشبيبة. يعني. الأشخاص اللي عندهم الإمكانيات على الاطلاع. هلأ. اللي بيحس هاله إنه هو. هلأ أنا. ما بقى قادر. يمكن أنا يكون عندي إمكانيات إبحاثوا هاك. اللي مش عنده إمكانيات يبحاث. بس على القليلة. بس يسمع الكلمة. يقول له يا رب خليني. خليني استفيد. إذا هلأ عم يسمعنا. يقول أنا يا رب أنا مش قادر. ما عندي كتاب. أو مش قادر. يمكن ما عندي مجعب بعيني. مثلا يلي هو. بس سماعي. إذا سمعت الكلمة. كنا عم بفهمها. تعرف كمان أبونا. لأنه في عدة ترجمات. وحتى إذا شي مفهمته. إذا بتروح على الترجمة الإنجليزية. بتلاقي أوقات مشبوك الفكرة. بطريقة توصل أكتر للإنسان. يعني. وأتعد الترجمات. أكيد كلها. يعني كلها فيها بركة. في بركة بكل كتب الإنجيل. إذا أنا في إشي مفهمة بالعربي. بروح بقرية بالإنجليز. بلقوط الفكرة. أكيد. لأنه. ما تريد أن أقول الإنسان يلي. اللي بدي يتعلم. بيفتش. بدي يبحس. خلينا ناخد استراحة صغيرة. لأن ريح وستماعينا. رح تكون كتير قصيرة. لأنه لا يمل. ونشكر الله على الغينا الموجود بكنيستنا وبكهنتنا. ناخد استراحة ونرجع لكم. وين عنا ضعف بالإيمان. ثغرات الإيمان. ترجمة نانسي قنقر. نرجع لكلمة الرب يلي بتحاكي الإنسان. بتنور الدرب. بتنور له طريقه. لكن إيانا إنه نلحق الحرف. لأنه أوقات بعض الأديان الأخرى أو المذاهب الأخرى. بيجوا بيصيروا يقولوا لي. بيعطوني جمل. هيدا باطل أهلي. الإنجيل بيحكي مع الإنسان بيروح الله القدوس. يحاكي القلب. نحنا منا أهل تزمت. التزمت يقتل الإيمان. حتى متل ما تفضلوا قال أبونا مارون. رؤية يوحنى تحاكي الإنسان بكل العصور. بتقوله للإنسان إنه بدك تمرق بضيقات لأنك تركت الرب. بتقوله إنه فيه الدراجن ما بعرف شو هي بالعربية. التنين. التنين وفيه الحية هنا قوى الشر. ما تخاف منهم أنا معك. ويوما ما التنين والحية لحياك له بعضهم. لأنه الشر سيدمر نفسه بكل العصور. رح نمرق بعذاب وقهر واضطهاد. لكن يبقى الرب صخرتي هو وخلاصي يحكيني بكلمته هو موجود بهالكتاب. أبونا مارون المارشربل أنا دايما بجيب سيرته لأنه هو أكتر شي محبوب. لكن كل القدسين هني نور من نور المسيح. عاشوا وهني حياتهم لقلي قدوة. صح. لكن أنا اليوم إذا بتفوت على فيسبوك ما بشوف يسوع أنا. مارشربل وحده. وخلصني وخلص لي ابني وخلص لي لبنان. يعني بس إنه بالأخير وهينه يسوع. مارشربل يعمل عند الرب. والرب عطاني مارشربل تيقلي إنه حي. هو عاش القداسة وأنا أؤمن بالعجيبة. عم بيقلي الله هيدا حي الزلمة. أنت كون مثله آدمة وقديس ورح تكون حي. ويمكن أنت بس تموت تعمل عجيبة. ما بعرف يعني. الله بيعرف كيف يعمل الله بيقدسيه. مارشربل حي. وألق عجيب حية. وأؤمن بالأعجيب. لكن أنا ما فيني عب بيتي مارشربل. وعب الفيسبوك مارشربل. بس أنا عم بقتل الإيمان من دون ما أشعر. وين هو يسوع؟ لكن خلينا نوضح الشغلة. لأن هذه نقطة مهمة كثير. الهدف من الديس أو من إعلان الديس. ليس صنع العجيب. أكيد. ليس هذا هو الهدف منه. خلينا نعف شعالة تانية كمان. أنه ربنا يستخدم نفس الطريقة اللي استعملها وقتل كان على أيام الرسول. هذا ربنا يسوع المسيح. كان يأمه بالأعجيب. لكن ربنا يستخدم الإنسان. يعني الذي يصنع الأعجوبة هو مارشربل بإسم يسوع المسيح. قوة الله. نعم بإسم يسوع المسيح. هذا الاسم. مثل ما مار بطرس. أول عجيبة صارت بالكتاب المؤدس. بعد صعود يسوع المسيح للسماء. كانت هي من بعد يوم العنصرة. وراح من بعد ما أخذوا قوة الروح الأدوس. راح بطرسوا مع يوحنا الحبيب. راحوا على باب الهيكل. على الهيكل. فهو ماشي على البيب. لأول إنسان شحاد. كل عمره يلتقي فيه هونيك. شحاد. وكان يطلب مصاري من الناس. مال الله تعفل. وإما كان. وهلأ زادوا أكثر. خاصة في لبنان. شحادين. يعني الناس. خلوا الناس يصيروا هالقدة. شحادين. المهم إنه. بتطلع فيه بطرس. ها أول مرة بطرس. يمكن بيحس حاله إن هو قدر يساعده. كل مرة كان يمرق. وحيران بطرس فقير. وليس لدي الشخص الغني. يعني ابن ضايع منه. ابن مدينة. هايك. بيلوا لك طلع فيني. أنا لمع يذهب ولا لمع يفضى. أنا إنسان معتر. بس المعيير عطيك. باسم يسوع المسيح. وممشي. أحلى جملة هاي دير. بيوم هالإنسان بيمشوا ويفوت وراهم لجوه. ويصبح الله. ويفوت لجوه على الهيكل. ويصبحوا كلهم نسواها جوه. ويسألوا شو صار. قالوا أنا مش بيقوتي. بهذا الاسم. يا اللي نعطى لألنا. ليه تمجد اسم قطوس. أنا قدرت أعطيته له الشخص هذا. اللي أنتو كلكم تعرفوا كين قاعد على الباب. مار بطرس عمل عجيبة. وربنا هو يستخدم مار بطرس. مثل ما بعدين بولوس أول موته كمان. نعم. وبطرس صار يمشي على الطريق. ويحطوله المرضى على الطريق. خياله لمار بطرس. كان يقوم المرضى. خياله. إيه. ويا سؤال. قال لهم. أنا اللي عم بعملهم. أنتو رح تعملوا أعظم منها. نعم. بطرس عمل أعظم من يسوى المسيح. لأنه. حتى الخيال. يعني سستعمل. عن بعد. هل إحنا مستعمل كل شيء عن بعد. الوائلس اللي هيك نعملهم. مفيزهم حتى تكيدوا على حدا. كان عن بعيد. يتوصل. خلص الإرادة الصالحة والتفاعل. بس هايدي طريقة يسوى المسيح. هايدي هي طريقة الإيمان. أو هايدي طريقة اللي ربنا عم استعملها. بس لح تقول إنه. بعد ربنا عم يستعمل الإنسان لخلاص الإنسان. هايدي هي. ربنا بستعمل الإنسان لخلاص الإنسان. متل ما استعمل بطرس. وستعمل رس. قال له بطرس وبولوس. وكل الرسل. اذهبوا وبشروا كل الناس. السلطان اللي ربنا عطاني. أنا بعطيكم جاي. اشفوا المرضى. اطرودوا الشياطين. هلأ نحنا القديسين عم بيعملوا عجائلين ميتين. بس حتى. ما فين حد أنا. ما فين حد يعني. بس بعضنا أحياء. هني بعضنا أحياء. ما فين نقول لربنا إنه خلاص هدا خلص دوره. هو بيعرف إذا خلص دوره. لا. بس لح تقول إنه. مارشربل. ونحنا منفتخر إنه مارشربل. ربنا عم يستخدمه. نحنا هد التعبير اللي نقول. نعم. ربنا عم يستخدمه. مش إنه. هو بقوة الرب. نعم. عمل كل هالشهادة. وردنا عم يستخدمه. ومش غلط. وعم يوصل مارشربل لمحلات اللي إحنا مش موجودين فيها. هو قاعد بأناية وما كان يشوف حدا. حتى أمه ما شايفة. عم يوصل لمحلات محدان سما فيها. مش غلط إذا ربنا عم يستخدم أشخاص. مثل ما يستخدم الطيبين. بيستخدم طالما كل الناس أحياء بنظر رب. أحياء. ما حدا هو ميت. إلهنا إله الحي. أكيد. يعني إحنا منفكره حتى ناب القبر. لكن هو ربنا يعرف إن هذه الروح موجودة بعدها. وبعده عم يستخدمنا. بس لحتى أوضح الفكرة. إنه ربنا يستخدم. هو بيعرف مين يستخدم. ليش نقى بطرس يعقوب أو ملقى الباقيين. ربنا بيعرف. مش لأنه إحسام هيدا. ربنا هو فاحص القلوب والكلاء. ليش بنقول مارشربل أكتر عم يعمل من مارلياس من مارمرون. ما فيني أعرفه. أنا كل شي بقدر أقول إن هذا عمل للرب والرب يعمل. بس قدم كثير للرب مارشربل بحياته. قدم كثير. بس بس بغض النظر عن هوك. شو عمل بحياته. إرادة الله. بس عمقول إنه هيدا إرادة الرب. نعم. ربنا هو الذي يختار. هو الذي بنائي الأشخاص. بس أنا فيني أركع وصلي لمخلوق أو للخالق. لكن نحنا منصلي للخالق من خلال المخلوق. بمعنى من خلاله. مش عن المخلوق. هذا صار هيك لله. أنا مش. صار يعني متحد بالله بها المعنى. أنا عم بعتبر. نحنا هيك اللي نروح لدوس. نعم. يعني أنا بعتبر إذا هذا هو هيكل الله. معنى الله لا أراه. الله موجود بهيكل ومعين. مثل ما نحنا هلأ بالكنيسة. وقت المفوت نركع. نركع قدام هاك علبي صغيري. نعم. نحن أنت اللي عم تشوفي عم تشوفي علبي. بتوع على الكنيسة. نحن تشوفي علبي محتوطي ومحتوط ضوحد منها. أنت بتركعي. إذا حد أن أجألك أنت اللي عم تركع مع هادي ما تشوفي هون. لا. أنت بتقولي أنه هذه العلبة حاملة الله. الله موجود. الله لا يرى. أنا مش ممكن أراه. لكن حتى. مشانك حتى تشمع. أنا محتاج لشمع ومحتاج أشيء. حتى الله يرى. الله حتى تجسد أخذ جسد. حتى يرى أخذ جسد من مريم. بعدين أخذ جسد الكنيسة كلها سوا. أنا بس شوف الإنسان مشانك قبل مربولوس. أنتم هياك اللي حدوث. والمربوط السكي بشدد علي كمان. أنتم هياك اللي حدوث. ما معنيتها؟ يعني إذا أنا تطلع فيك لازم شوف. مش بس شوف ميريلا كشخص كجسد. شوف الله. لازم شوف هذا هيكل الله. نعم. مشانك بسرعة أنا أحترمك وأدرك. ونظرتي لقالك بسرعة أنا عم بنظر إلى الله من خلالك أنت. لكن هذه الطريقة اللي ربنا استخدمها. وهيدي طريقة حلوة. مشانك بس بدي وعي دايما أنه أنا لست أركع قدام الله. قدام الخال المخلوق. أنا عم بركع قدام الله المتجسد أو هو يلي عم يشتغل العامل من خلال هذا الشخص. بس بطل في صور لي يسوح. أنا هيدا اللي بشوف. نحنا أصلا حتى بالليتورجيتنا. نحنا إكستريم. بس نحنا بالليتورجيتنا مثلا. حتى بالليتورجية. نحنا بس عنا عم بحكي السجود. نعم. نحنا نسجد بس الصليب والأربان. الصور الديسي نحنا بنوقف. هو متع في اللقوف وعلنة الاحترام. أنت شخص يأتي عندك على البيت تقفيله. بس لن نركع. نحنا الرقوع عادة هو الرقوع قدام لحدا أعظم منك. بهالمعنى هيدا اللي هو الله. هو أعظم من كل البشر. هيدا هو اللي حتى عم محكي بليتورجية. بطقوسنا الليتورجية. أنا ما بدي هكي انتقد الأشخاص بمعنى أنه إذا رقعوا قدام الصورة أو رقعوا قدام هيدا. بس أنا اللي عم بقول إحنا خلنا نواعي إناننا. للقرب. لمن اللي عم بيين هدي. نواعي إناننا أنه بالنهاية الصورة أو التمثال هني مش أساس. إذا كثرت بس حتي وعادة غيرها ومش مش هاد. هيدا بس إشياء خارجية. حتى التمثيل مثلا. يعني معفل إحنا دايش ننتقد على تمثيل. حتيهم بالكنيس بالبيوت كون مار شاربيل ومار ليس. وكل التمثيل اللي عنا إيهم. نحن أصلا مش عم نعبد تمثيل. ولن عم نعمل. بعضو الله الهدف. هيدا صورة. هيدا بس لحتى تذكرني بحضور الله. مالنهية. يعني نحن لن نعبد وهيدا موجودة بالوصائل. لأنه بعرف في بعض الكنائس الأخرى. نعم. يلي بنتقدوا فيها هيدا أنه أنت عم تخالفوا وصائل الوصائل. لتصنع لك تمثالا منحوطا. صح. بس خلينا نوضح الفكرة هيدا. نعم. هيدا موجودة بسفر الخروج وموجودة بسفر التسنية للإشتراع الفصل الخمسة. نعم. باستصلة للإشتراع الفصل الخمسة موضحة أكتر. لوصايا الله هيدا. اعم محكة وصايا العهل العشرة. وهي هيدا من الوصية الأولى. يعني جزء من الوصية الأولى بعد إخوتنا البروتسان بيحطوها وصية لوحدة تانية. هي وصية أولى. كمان للوصية الأولى. اسمعي موسى شو بيقول لشعبه. اسمعوا يا بني إسرائيل. السنن والأحكام يلي ربنا أعطاكن إيها. ويلي أنا هل أعملكون إليها. الرب إلهنا قطع معنا عهدا في حريب. مش مع أبائنا بهذاك العهد. معنا نحن الأحياء هلأ الموجودين. وقدياش حلو لمن بسمع كلمة الله. أعرف أن هذا الكلام مش بس نحكى له. لا نحن الأحياء الحضرين بيقول لهم الذين هنا اليوم. وجها إلى وجه كلمكم الرب. شو بيقول أول وحدة أنا الرب إلهك. الذي أخرجك من أرض مصر من دار العبودية. لا يكن لك آلهة أخرى سوى. لا تصنع لك تنفالا منحوطا أو صورة مما في السماء وتحت السماء. ما تعمل كلا شيء هيدا لأنني أنا الرب إلهك إله غيور. عم بيحكي بعده أول وحدة أنا إلهة وحده. ما تحتل لي آلهة تاني محبيل. ما هني هول الجماعة جايين بعده نصرون 40 يوم جايين من نصر. من البعل. وجايين معهم آلهة تابعيتهم صر لهم ألو في السنين عم يعبدوا آلهة. ما عندهم إلهة. عم يعبدوا فراعون كمان. مجبورين كان يعبدوا الملك. طيب. عم يقل لهم. شيلولي كلها تمثيل. طيب يقول للآلهة الأخرى. أنا إلهة ما في غيري. أنا بغار. بغار من الآخرين. ما فيك تقول لي يا رب أنا بحبك وكله لألك. وبعد شوية بتطلع بوحتين تقول له ما فيه. كلك مفر جبس. وكان البعل أصلا الدعارة. ومارسة. بس أنه حياة حتى في عندهم إلهة الجمال إلهة البطر. كل شيء عندهم إلهة. يعني طلعنا من الله الواحد القدوس. أمله أنا رب إلهك ما في غيرك. يعني أنا بك تعبد. هلأ الوقت اللي بيجوا بيجوا البقين. بيقولون هنا شفتوا لا تصلى لك التمثال. أنت عم تحط وتمثيل. الله بيقول لك ما تحت تمثيل. بس هو عم يقول لآلهة أخرى. لأني أنا بغار من الآلهة الأخرى. أنا إذا حتى التمثيل له. هلأ تمثيل الصليب قدامنا. أو تمثيل له مريم العدرة. ما نحنا عم نحكي. هو دي مش آلهة أخرى. بعضنا هني منحينين للرب. نفس العيلة هاي دي. نعم. نفس العيلة. أنت زوجك ما بغار إذا أنت معك. إذا هو أو أنت ما بتغاري من هو إذا عنده بجزدين. وحامل صورتك وحامل صورتي ممكن. كل الأشخاص اللي بيخصوك. أمه والأولاد. كلنا نصور عيلة واحدة. نعم نعم. بقى لما إذا في شخص ما قالوا علاق بالعيلة تقوله. خصوا هدا منه بالعيلة. بس ليش مكبشين. يعني هلأ مثلا أنا بعرف ناس بقدوا ساعات. عم بيتفرجوا على الأعجيب. يعني أنا بفضل أقرأ الإنجيل. وأتأمل فيه ما هو الأعجوبة. مرشرب الحي. وقديس. وأجله. وأحبه. وهو عم بيشفي كتير عالم. بس أنا ليش عندنا هالمتعة. بملاحقة الأعجيب. لك هاي دي بطبيعة الإنسان موجودة. حتى أيام يسوع المسيح. وقت اللي كان الناس يلحقوه. يلحقوه كل ما الأعجوبة. هاي دي هاي دي هاي دي الناس. بطبيعة هاي كي بيعملو. بس يسوع وبيجي وحل بقيلوه. وقت اللي عمل مثلا معجز التكفير الخبس. وقت اللي. الناس كانوا جاعنين طعميهنوا مبسطوا. مدلو شو. بعت تلميزو راح بعد يوم بعد شوية. كل الناس هجموا على أجو. قالوا ليك. وأنتم مش ليحقيني لأنه أنتو. عم بكون تسمعوا الكلمة. لأنه مبسطوا بالأكلات بكون تاكلوا. يعني. الانسان بطبيعته عم نحكي عن شي من الفين سيني صار. مش عم نحكي هلأ. يعني. هالشي موجود. الانسان بيحب الاشياء المحسوسة. وبيحب الاشياء اللي يعني أعطيني كباية مي. ويعني متعصر. بس سوري بعد ضعف الإيمان. ايه. لأنه أبونا. بس خلينا قول شغل ميريلا. هاي دي مش غلط. إذا بدي ضلي أنا لاحق بس كباية المي. وقت اللي. يعني طلب بيت. ايه. اللقاء مع المرأة الساميرية. يلي كان جاي اليوم الأحد. قالت له هي. قالت له عطيني مي حتى ما هو بقى أرجع لهون. يسوع من طلق من كباية المي. قال له أوكي بعطيك كباية المي. بس أنا بدي أعطيك كباية الحياة. أنا من خلال كباية المي. ما بديك ضلي تشرب مي. رح ترجع للمرة تانية. أنا بدل ما أعطيك كباية المي. عطيك النبع قال له. بيفيض فيك النهر. يعني بدي أعطيك كلمة الله. يلي هاي دي خلال ساعة. ما عندك مشكلة إذا شربت أو ما شربت. طالما أنت رح تحصل على الحياة الأبدية. هاي دي يلي احنا ما عم ننتبه. انه من وراء الأعجوبة أو الآية أو الشفاء. أو يلي هاو دي التسميتي كان يعتبروا بالكتاب مؤدس. عجيب. الهدف منه انه أنا. مش ضلي أطلب الآية. الهدف منه اوصل لصاحب الآية. يعني اوصل للرب يصال المسيح. هاي دي بتوعيلي يمكن. اوات مش غلط يصير فيه. هاي دي ربنا بيعرف. مش عبول انه هاي دي عمل ربنا. لانه انا مش عبول انه هالشي مش مظبوط. إذا الكنيسي قالت انه هدا شي صحيح. بس الهدف منه هي توعية الإيمان. حتى ارجع انتبه انه انا لازم ارجع للتوبة. ارجع للكتاب مؤدس. ارجع لاشتغل على حالي. ارجع صير عندي علاقة افضل. وامتن مع الرب. لانه مع الاسف نحنا. اوات كتير. يعني بس تدقنا شوكي. بكون نحنا مثل حبة الامحي. اللي نحطت على جنب الطريق. او بوسط الأشوك. طلع شوية الشوك. وبتخطف لنا الإيمان. نحنا اوات كتير. ضغري بنتزعزع بإيماننا. بس تصير اي شغلة. إيماننا بطلع. لانه مبني على. يا بالشوكي على الصخر او شي. إذا انا بس بدي الهدف الاعجوبة. هي ان كان مرشا ربا او غير الديسين. اللي ربنا بيستخدمون. هي حتى تواعي الإنسان. إذا انا عم بطلع على الفيسبوك شفت. عجوب بقوله يتمجد اسم الله. وبقوله ربنا عم يشتغل معي. انت في شي لازم ربنا عم يقول لي. خليك انت انتبه. وعيه. لازم يدعيني اكتر الى الصلاة. مش اركض ولا بس. انه انا يا رب شفيه. يا رب عطيني. هاي دي. بس نحنا كمان عم نطلب الرب. في هذي الحياة. للشفاء الجسدي. للشفاء الجسدي. نعم. إذا انا بس كل همي يا رب صحح لإيدي واجري. مثل ما المرأة قالت له عطيني كبايت مي. مش غلط الإنسان يطلب هاي دا. بس أول شي اطلبوا ملكوت الله. والباقي يزاد لكم. وساعته إذا الباقي مش موجود. ما في مشكلة. إذا انا قدرت اطلعت ع السماء. ما عندي مشكلة ساعته إذا كنت هون بقيت عم بعرج أو عندي مرض. لأن هؤلاء كم سنة مش هن مهمين. حلو. الإنسان المخلع بكفر نحوم بوقت اللي نزلوله يسوع. نزلوا قدام يسوع. هن معاكين مخلق. طبيعيا جابوه كرميل يقوم يمشي يساعدوا يسوع أو شي. يسوع تطلع فيه وطلع بكل الناس. قال له مخفورة لك الخطاياك. وسيك توقف يسوع هناك. عمل اللي يعملوا. صاروا يطلعوا الفرسيين والكاتبة. من وهذا اللي بيخفر الخطايا. ما احدا بيخفر الخطايا إلا الله. انت شو عم تعمل؟ قال له انو فكركم ايا الاهيان يعني. انو فكرتوا هايدي الشغل هيني اللي قلت له انا هلا. بس يمشي هو المهم يمشي. ايه انو انو هيني. انا وديته عصامة هلا. قلت له مخفورة لك الخطايات. انو فكركم هاي بتجيك ووديك عالبيت. وودي عالبيت. قوم محمول فرشتك كل راح عالبيت. ها هيني. بس أنا مش هايدي الاساس. أنا عطيته الأهم. هايديك ساعتا لو رجع محمول على البيت. ما في مشكلة. لانو بالنهاية راح يجع يتحد بالقبر هذا الزلمة. بس اهم الشي يعرف حلو ان هو. وصله للحياة الابادية. هاي ما بيعطيه الي يسوع المسيح. هايدي اللي انا لازم اوعى مقفية. اوعى هايديك. انو. ربنا بيستخدم الادسين وكلها الاشخاص. حتى يوعيني. انو انا وان رايح بالنهاية. انا رايح للحياة الابادية. انا مش باقي بالقبر. انا لازم ارجع. عيش حياة المسيحية. ولما رجع له. يعني لما قال له غفرت لك خطاياك. لما شفيت نفسه مش هاجري. يعني بالاخير. نحنا حتى اذا بيجي من غير قدية الناس. بيعمل مرشال بالمعونة عجيب. ايه. اذا شافوا انو. الله حي بيقدين المسيحي. هايدي كافية. بس اذا ما شافوا ما صار شي. يعني شو. بعد الاعجوبة. ما صارك بيغفران الخطايا. هلا. هايديك ايه. هلا هو ما بعرف. لها الاشخاص غير مسيحيين. اكيد. يعني هون لازم نفرح. اذا لمس قلب غير المسيحي. اكيد. اكيد. مش انو يا با ايه جابت ولد. انو اوكي. واذا. جابت ولد. ورجعت راح تعبيتها. وما اخصر شي. اعجوبة انا بعتبرها ما تمت. لانو ما تمت بعد. مغفرت الخطايا. ما هيك كان يقول يسوع. ايه. اكيد. وما صار فيه بعد مننا. مش بس. مثل اذا اخدنا الولد. بس. وخلصت القصة. اذا بقف فيه علاقة مع الرب. هاي دي المهم. صح. اذا بقف فيه علاقة. هلا يمكن فيه اشخاص غير مسيحيين. بعرف اوات يمكن مش قادرين. علنا يعلنوا ايمانهم. لانو فيه ظروف البيئة. بس اذا الانسان تغيرت حياته من الداخل. وصار عنده علاقة شخصية مع يسوع المسيح. من خلال هالعمل يلي صار معه. بكون هاي دي ربنا استعمل هالطريقة. لقلون هني. وخلي نقول شعلي كمان. الاعجيب هي غير اصلا لغير المؤمنين. نحنا قوات كتير منقول انه. كيف لاش غير الناس هونيك يلي بي. لاش ما بيعمل معنا احنا. شو بتعني لنا. ما هاي دي ما انت. اذا كرمال تزيد ايمانك. ما انت مش محتاج انت لا اعجوبة حتى تتقوي ايمانك. ما انت ايمانك موجود. بس في اكبر اعجوبة من تجسد الرب يسوع. وما في اكبر من اعجوبة المتجسد الدائم اللي هو بسر الاربان. اللي هو حاضر وموجود معنا. هاي دي كمان عجوبة. وهو حاضر معنا كل ما اتنين او ثلاثة. يعني انا مش محتاج. لا اشي حسي. اللي حتى يبرهن لي. على حضوره. هيك اللي يطلبوا منه يعني البقين. يعملنا اي حتى نقيم فيك. هو عالصليب قالولو. نزال عالصليب ونقيم فيك. يعني اعمال عجيبي حتى هاشي يكون سبب الايماننا. هولي غير مؤمنين. بس انا هل يترى انا كإنسان مسيحي انا محتاج لربنا يعمل شي شغلي يقلب لي هالطولة يعملي شغلي حتى انا حس بوجوده. اذا انا. معناته في ضعف. انا اذا عندي عندي ضعف ممكن ربنا هو بيعرف ضعفي بيساعد هاشي. بس مش علامة ايمان. يعني نحنا مفكر بالعكس. انه لانه عندي ايمان انا ربنا عملها العجيبي. لا. اوات لانه ما عندي ايمان ربنا بكون ساعدني. لانه هي لغير المؤمنين. او حتى يساعد لإيماني. لانه هي خليني ارجع امشي على الطريق الصحيح. ويساعدني بهالإيمان. مش هناك ما تعتبروا انه لانه بتصير عنده مشكلة اشخاص. يعني ادايش بعث اشخاص بيكون صلينا وطلبنا و ليش عمل هيديك وانا ما عمدي. كأنه انا ما عمدي ايمان. كأنه انا نقصت شيء يا عمي ما قال علاقه هاشي هيدا. انت بقوات ما بتنسى انه ادايش صلاتك. ولو ما انشفى هالشخص المريض او انت انشفيت. ما انت بكون انشفات روحيا. ما في صلات لا ترجع خيبي مثل هوبول. مثل نقطة الماء ولا مرة تنزق للمقطعتي مفهولة على الارض. ما بترجع. ما بتروح محل. مقطعتي مفهولة. صلاة اول شي بتفيد اللي عم بيصلي قبل ما بتفيد اللي عم بيصلى من أشياء. صحيح. بتفيدني انا. يعني اذا في شخص مريض بالبيت. بيجتمعوا الناس وبيصلولو وبيطلبوا من كل اللي ادي سين ومش غلط برش عبقول شغلي حلو كتير وشغل مهم كتير. بس انا بديهم يعرفوا انه من وقت اللي بيبلش يصلوا بلش فيه الخير موجود. وبلش يصير الشفاء موجود. هني اواشي عم ينشفيه روحيا. هني اجتمعوا كعائلة. هالشخص اللي عم تصلى قاله هيدا بلش ينشفها روحيا. متل بصار مع المخلع. غفرت له خطاياه. ولو بقي مخلع. هيدا غفرت له خطاياه. هيدا نعطاه الافضل. هلا اذا قام ومشي بيكون هيدا ما بنعرف. هيدا عمل مرتبط بأبي. عمل الله هو يلي بيعرف الخير الافضل لهالانسان. انا ما فيني عارف لاش انسان شفيه ولاش انسان ما شفيه. حتى على ايام الياس والمسيح. ما برم عن كل الناس. ووصل المطرح ما كانتها فيه. وهيدا ما فينا نعرف لاش. ما عنا جواب لا لا. لانه هيدا مرتبطة بعمل الله. لمن هو بيعمل العمل انا ما فيني نسأله لاش. بيعرف كيف وليش وين. هو نفسر الاعجيب. عم نروح يعني بعدنا بالجسد متل ما قلته بالارض. مش عم نفسر قديش هي مهمة. ليش فرجينا الله. انه هو حي. وانه عزيز عليهم وتقدسيه. هو دي بعض عالم احياء. كون متلهم طيب وقديس وصالح. هني مثال. مثال اللي قالنا وربنا في منهم كتير قديسين بس ربنا ما استخدمهم هلا. خلص وقتهم وخلصوا. ربنا هو بيعتمام. قديش فعلنا قديسين مرقب بحياتنا. اهلنا جدودنا. هل الديسي. مش ضروري ربنا يرجع يستخدم كلها الاشخاص. ربنا بيعرف بيختارك الاشخاص. بس اكيد بحياتهم في كل انسان ربنا بيستخدمه كل انسان. ويبقى التركيز علي يسوع المسيح. لانه طبعا نضيع الامان ابونا. دخيلك. كل شي عملته الكنيسة. بقوة الروح القدس ماشى. وعطيونا الاباء كتير من الخير. ويعني من تفسير الامان واعطاء الروح. لكن نركز على كلمة الله. على خلاص نبي يسوع. يلي هو جمال الكون. وجمال ما وراء الكون. برح زلمي مسلم قال لي. بتعبدي قال لي انا كتير بحبك. بس انت بتعبدي اله ضعيف على صليب. ولا بدك اله قوي. قالت له لا بدك اعبد اله ضعيف على صليب. لانه الحب ضعيف. والحب هو القوي الأعظم. بقى الكون لخلاص الانسان. بقى الكون وما وراء الكون. لو في حب اليوم بالكون ما كان فيه مصائب. ما كان اخترعوا كورونا. ما كانوا كرهوا باطن. بس اله لا ما كان اله ضعيف على الصليب. بس هي النصر من بعيد هو ضعيف. هو كان قادر. لا. انه هو انسان الضعيف. انه ليش ما خلص حاله. انه ما بيشوف هوه مثل ما احنا ما نشوفه. بس البطل مش رولي ما يموت. البطل اذا خلص اخرين يكون هيدا البطل. البطل مش اللي بيخلص حاله. نحنا هيدا منطق البشر. انه البطل بيخلص نفسه. او الملك يحيى الملك. الملك الصحيح والقائد الصحيح الذي يموت من اجل شعبه. مش يلي شعبه بدموت من اجله. هاي مشكلتنا بالسياسة والاشخاص. يلي الشعب بيموت كرميل يحيى الملك. هاي عنا شعار. في فلنروا. نحنا عم يقول يسوع ما بدي انا احيا. انتو تحيون. انا بموت كرميلكن انتو. هايدي قوة. هاي قوة. بس هاي قوة المحبة مثل ما الام. كل الام بتقول انا بموت كرميل يحيي يولادي. هايدي بكون ضعف عند الام. او بكون هايدي عظمة القوة. قوة الحب. هايدي اقوى. هايدي بيكون الشهادة. هايدي بيكون الانسان حياتنا شاهد وشهيد من اجل الحب. مش هناك ايمانها. الهنا ليس ضعيف. لانا قوته قوة الحب. طيب. في بعض الكهنة. ما بعرفة شو بدنا نعمل فيهم. يعني بيكونوا مناحب. بدنا نصليلهم. اكيد. ما فيني يعفش. لا مش هناك مش رح سمي. مش هناك مش رح سمي. لانه انا ميني لقى دين. ما فينا ندين حدا. لكن في كاهن ما بيحب البابا. وعنده اتباع قد ما بدك يا ابونا. يعني الراعي بيقوله وشتت الراعي. هايدي نوعا من ضرب الراعي. وليه حقينه هالعالم؟ لانهو منيح. يعني انا عم شوف هالكاهن منيح. بس بيحكي عالبابا وكيف عم بيعمل المساومات وكيف بيحط تمثال الباشماما وبابا عرف شو. ما بيفوتوا الى عمق البابا فرانسيس وماذا يعمل بالحب العظيم. وفيك هاني. يعني كاهن ما رح سمي. بعيد الميلاد. اكيد. حط يسوع بالمغارة مع الحيوانات. ما حط مريم ويوسف قال انه عم بيسير البروتستان. طيب اوكي. ليش ليش يخيبتك تشيل يوسف ومريم؟ ليش هني من قصة الانجيل؟ يعني شو بدنا نعمل مع هولك هاني؟ لانه هولك هاني هني مناح. ما بدي سميهم. بس عندهم اتباع مصيبة يعني. نشتت الناس. انا بدي احكي الى هاني ما فيني ما في عندهم مسؤولين عنهم. يعني انا بقول شغل ايه؟ كل كان هنا مفترض يكون في عنده حدا في مطران في حدا مسؤول عنه. هلا هاي دي شغلتهم هاني مصالح حتى هاني يعفو شو رسمي يعمل معهم. بس المبدأ الصخيح انه اللي بالكنيسة عنا طاعة الامان. نحن نؤمن بعمل الله او بعمل الروح القدس الذي يقود الكنيسة من بداية من مربط رس. يلي قاله انت صخرة وعلى هذه الصخرة سأبني كنيستي وابو ابن الجحيم لتقوى. الى ابت الابتين. نحن اوقات منفتكر انه انا بحلل براسة لانه ما عجبني كلام البابا. او البابا قال عمل هيك. او المسؤول بالكنيسة عمل هيك. انا بالايمان ما لازم اسأل. بمعنى شو ما لازم اسأل. ما لازم شك. ولو كان انا مش عم بقتنع بالمنطق تابقودي انا. اذا انا امنت بمعنى انه انا بلت انه هذا هو عبار الله حتى بتلبول احنا الله يكتب بكلام صحيح بخطهم فشكل. بيكون. يعني لو هو بشريا البابا او المسؤول اخطأ بشريا. ممكن بالاسلوب. ايه. بس حتى ما في روح القدس هو يلي رح يصلح الذي يقوده. بدي يخلي ايماني بارروح القدس. هو كإنسان مطر بطرس يلي ربنا اختاره. وهو يلي نكر المسيح ثلاث مرات. وعمل كل الاشيال. بس رجع مين؟ رجع ربنا صلحه. لانه هو الذي اختاره. هو الذي قد. مش انا يلي بدي يقول انا بدي يصلح البابا. او البابا عم غلط. من انا حتى انا اقول ما فيه. ما فيه إلا روح قدس يلي بيدري ايه. وعلى الفيسبوك يعني. وهدا الغلط. هدا الغلط. ومع الاسف الناس بيمشوا لانه الناس بيفتكروا انه هني. بس ابونا كاهن بيكون عم بيحكيش. ايه. بس لازم يعرفوا انه فيه فيه الكاهن الاعلى. يعني مش المهم. انا بغلط انا بطلع بحكي كلام. بس الكاهن مفترض الكاهن. هدا خطأ بالكاهن عمول اللي عملوه. مش هناك عمول هادي مسؤولية السلطة اللي بالكنيسة هادي بطلوه. ما فيني انا اطلع اقول انه البابا مغلط بهالطريقة. خاصة اذا عميحكي بتعلق ايمان. اذا عميحكي سياسي غيرشي. اذا عميحكي امور ما بعرف اجتماعية بصارت هيدا غيرشي. بس كل شي بتعلق بامور الايمان. ما فيني الامور الايمان معروفين. ما فيني لا انه فيه. اذا انا اذا انا شي مش فهمه بصلي حتى انا افهمه. وليل بطل ما بيجمع هالكاهنه. اذا فيه شي مش فرد. الروح بيعمل. هلا ليش مبارف بدنا نشوفه وليش. بدو صلاة. بدو صلاة. هالشغلة بدو صلاة. نحنا بدنا صلاة بتعمول. الكنيسة يقول نحنا حتى ما يتشتت ومش غلقة. مش حلوة ابدا. يعني ما يخبر انا بولش عالي هادش من متير. ويسوع بيقوله. يسوع الويل منطقة على يده الشكوك. شو ما كان تكون. الافضل. الافضل. انه افترض اهلا انا عم بحكي انا وياكي. كلام. وانت يلتش كلمة مش زيب تكتير افترضنا. الافضل انا ما اطلع. قولك انت غلطت وانت عملك كذا. ستر. اه. قوله بطريقة انه الناس يضلل عم يسمعونا. يعني كأنه نتفق. او كون متفقين. ولو في شي غلط بس نتفعله. نعم. احسن نكون عم نشكك الناس الاخرين. نحنا مشكرتنا. انه نفكر حالنا نحنا. لا انا بديت احكي الحقيقة كأنه انا مالك الحقيقة. وهذا محدة مالك فيها للحقيقة. صحيح. لازم نعرف انه في تشكيك بيصير بالكنيسة. الافضل الانسان يضلوا ولو هالشي هيدا ربنا ياخد وقت تحتيك شف ليه. نعم. مع انه انا هلأ اعمل قصمي بالكنيسة اعمل تشكيك. والناس بيقولهم هيدا خوري مظبوط هيداك مش خوري مظبوط. بلاشنا بالدينونة. لان بالاخر مش الله ضابط الكل وضابط هالكنيسة. واعنا نسبة خطيئة. بس الله مش ضابط الكل وراعي هالكنيسة. اكتب. انا اذا بقامن بروح قدوس. بقامن بروح قدوس. اذا ما بقامن بروح قدوس ما انت محدا اعمل بشي. يعني محدا اعمل بالكنيسة. الكنيسة من الشي لو ما فيها نروح القدوس. هيدا كتاب مؤدس. من الشي لو ما نروح قدوس هو الذي يحفظ الحقيقة فيه. هيدا بيطلع كتاب ورق. فيني انا غير ورق وشي ورقة. يعني انا ما فيني الحق الظهورات واترك قوات الجحيم لانتقو عليها. وجاي بابا يخرب الكنيسة. يا اهلي اليوم ابونا مارون يعني نوع من الاطمئنان انه لو في كرادي لفاسدين. لو في مطارين فاسدين. هالكنيسة. حتى لو ميتت بالفاتيكان بتفرخ بالمكسيك. بتفرخ يعني الفاتيكان منى القدس منى منى السماء. انا هيدا بدي يقوله لأهلي. لان بيقولوا جاي بابا يخرب الكنيسة. بيخرب هون بتطلع غير كنيسة. قوات الجحيم لانتقو عليها. معنات الظهورات. اذا بلحق حرف وحرف ضعف بالإيمان. انا قتلت كلمة الانجيل قوات الجحيم لانتقو عليها. مش هيك عم بيقول. اكيد لانتقو عليها واكيد. يعني بدى نشيل الخوف. ربنا هيدا كنيسة وانه هيدا عمله. يوم في ناس خايفة انه البابا يمكن يضرب الكنيسة. شو هالتعتير هيدا. هيدا حكي ما يعني برجع بقول الكنيسة هيدا عمل الله. اذا كان عمل الله ما تخافوا عليها. لهو بيقول. هيدا عمل الله. مش لانه عمل الانسان. اذا كان بس. اذا بطل عنا ايمان خافوا من كل شي. خافوا مني. خافوا من ابن البابا. من كل شي لانه هيدا بشعروا بيغلطوا. وما في حدا رح يعمشي. لكن لانه هيدا عمل الله. امنه بعمل الله. خليكون عنا ثقة انه الله لو بقي بس فرد شخص. الله رحض الله كنيسة موجودة. لو بقي فرد شخص معه. مش لانك ما نخاف على الموضوع. ما نكون اكتر من الله. يعني مثل احنا عنا غيري على رعية الله. وعلى شعب الله. بالنهاية ها دي ولاده لالله. مش ولادي انا. ولاده لالله. شو عم بيصير كمان بيقال يعني بيقال دي بيت هل بيشوفة. بالاخير عم بتولد كراهية. يعني شو يعني انا. وهي شو معناتها. هي معناتها بتطلع مسحيين. من الشيطان. هي من الشيطان. كل شي من ثمارهم يعرفونه. نعم. اذا حوار اذا هلا حوار انا وياكي خلى الناس تتشكك. بقى انتها حوارنا مش من الله. نعم. اذا خلى الناس مطمئنة ومرتاحة. وعندها رجاء. نعم. وعندها هيك حب. ولقيت انه خايفي سلام. هيدا من الله. نعم. ما السلام بيجي من الله. نعم. اذا عقيقة حياتا هالشي هيدا خلى الناس يدينوا بعضهم. يختلفوا بعضهم. وبعدوا عن الكنيسة. ويهينوا الاخرين. هيدا متطلنا عم نحكي عن مسحي أبدا. سننا عم نحكي عن أحزاب وشيع. وبدأ ما قال عليها بالكنيسة. سقطنا يعني. يعني هيدا عمل الشيطان. نعم. الله الشيطان الذي يعمل بهالأمور هيدا. لو يجي قوات بسياب حملان. بس لكن هن زئاب خاطفة. لأنه. أنا مش عم نحكي أحدا بس عم نحكي من الثمار. حتى نحنا ما بيحقل الدين الآخرين. كل شي بيوصل لدينوني ليس من الله. كل شي يلي بيخلي الإنسان يقول انه لاك انت رايح على جهنم لأنه عم تعمل هاك. وانت صرت ديان. نعم. وانت صرت غير مسيحي. وخاف على نفسك من الدينوني. لأنه لا تدينه لألا تدينه. هيدا التعبير الوحيد يلي يسوع حد في شرط لشخص المسيحي. قال له ما حدا بيحقل له يدين حدا. يعني ما فيك تقول هيدا البابا إخدنا على جهنم وهيدا شرير. هيدا دينوني. نعم. وهيدا تتوجب دينوني على الإنسان. لكن يجب انتبه علي الإنسان لأنه ما فيك تاخد محل الله. الله الآب واحد هو الديان. حتى الرب يسوع المسيح ليس ديان في المجيئ الأول. هو ديان في المجيئ الثاني. وقد سأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء. لكن هيدا المجيئ الثاني مش هلأ. هلأ بالمجيئ طبعا ما عم نعيش نحنا هالزمن هيدا زمن خلاص اسمه. كل كلامي بديحكيه لازم احكيه للخلاص. كل شي فيه يقدر ساعد الناس. قرب الناس لبعضها. قرب الناس من المحبة. هذا هذا من الله. هذا من الله. لك حتى لو كان إنسان غير مسيحي. بيدعي للناس تحب بعضها. بقول له هذا من الله. لأنه ما في حدا يقدر يقول يحكي عن السلام. وما يكون هكيم لأنه الله إله السلام. لكن إذا كل إنسان بيطلع بيحكي. ولو لابس مثل تيابي ويطلع يقول إنه هيدا مش نيح وهيدا لعجهنم. بطلت فيه الله. يعني بطل كلامه. بطل كلامه كلام من الله. كلام الله واضح. كل شي سلام لأنه الله إلهنا سلام. كل شي بيقرب الإنسان من الله. بيقرب الناس من خير الإنسان. هيدا من الله. مش هناك. هاو دي اللي لازم ننتبه لون. شعبنا لازم ينتبه. إنه كل كلام بتشوفه النتيجة. إذا كلام هالشخص هيدا. الإكس اللي عم يحكي. إذا خلى الناس تختلف ببعضها. معناتها إنه دغري. أنا بيرعي دغري زيحة جنب. القسمة من الشيطان. زيحة جنب. لأنه هيدا اللي ليس عمل الله. نرجع لكم أهلنا وأحبئنا مستمعي صوت المحبة بوين ضعفنا بالإيمان. ثغرات الإيمان. لأنه نحن بيقول الرب. كان عم بيقول الأبونا أنه كان بالأول بالعهد القديم من عمر 12 لعمر 30. هو عمر التعلم. وبالتلاتين بتصير معلم. لكن الرب يسوع بيقول من أول ما بتخلق لليوم اللي بتموت. لازم تضل تلميذ عند الرب. تلميذ عند كلمته. وتلميذ عند الأباء القديسين يلي غرفوا من نوره. وعاشوا حبه وسلامه لحتى ناخد من هالنور. ونضع بذور السلام والمحبة يلي وصف فيها إلهنا العظيم لنعيش الحياة الحقة. أبونا مارون بيتبشير العلمانيين. مثلاً فيه موسيقى أوقات بالكنيس فيه ناس ضدة. فيه ناس من برات الكنيسة بتبشر بالبساتين فيه ناس ضدة. مع أنه عم بيشيلوا ناس من الخطايا. بتلاقي دايماً مثلاً خصوصي بيكونوا من نفس الضائعة. سبحان الله ما فيه نبي بيقمته. أنا بلاقي مثلاً مبشر أكتر شي بينتقدوا بضيعته. فيه زلمة من صغرتها. بتلاقي نص أهل صغرتها مثلاً أيمين عليه. أو زلمة تنقول من يعني دايماً أهل البيت بيتطهدوا ابن البيت يلي عم بيبشر بيسوع المسيح. ليش نحن ضد كي بدنا نسميه مش يعني مش تطور هو التطور مش للإيمان. ليش ضد نمو الإيمان مع العلمانيين. ليش ما مندعمهم. ليش منتطهدهم. وهني عم بيشيلوا ناس من الخطايا. بتلاقي حتى فيك هن يزيع جينهم يعني هالناس. لماذا؟ الكنيسة بالبداية تؤمن أن كل إنسان مسيحي هو إنسان مرسل. بالعماد بيصير ابن. بالتثبيت بيصير رسول. هذا هو الميرون اللي نضعه على الولد. بالتثبيت من ثبته مسحني وأرسلني نفس الميرون اللي أنا استعمل اللي أنا وقتل صرت كاهن. يعني هذي نعطينا السلطان بطبيعتنا نكون مرسلين ومبشرين. لكن أكيد في مواهب الكنيسة وفي أشخاص بدون يحضروا حالهم. لأنه في تعليم صحيح وفي تعليم غير صحيح بيصير. مثل ما كنا عم نحكي إنه الإيمان يبنى. يعني أنت بدك تبني الإيمان فيكي وبالأشخاص الآخرين كمان. أكيد الأفضل يكون الشخص يلي بدي يوصل الكلمة هو متمكن من الكلمة. بمعنى يدر يوصلها إذا عم يحكي كلام عم بيحكي أنا هلأ. وهي دي اللي صار مع مربوط رسو والرسل. وقت اللي صارو هن ببداية الكنيسة. كانوا بدون يبشروا وبدون قدسوا وبدون يطعموا المرضى. يهتموا المرضى والفؤرة وكذا. ما بقى نلحق نحنا. قالوا خلينا جايوا أشخاص جايبوا سبع عشان ما يمسي. كان المسيور عمهم. قالوا خليوا هن يهتموا بهالشي ونحنا نهتم بشي تاني. قصموا الشغل كأنه على بعضهم. حتيقولوا إنه أكيد لكل سوائد يكون عم بيخدوه. لأنه كمان البشارة فيها تكون بالكلام وفيها تكون بالأعمال. مثل الأم ترازة يلي ما وصلت بالكلمة كانت عم توصل من خلال لمسة الشفاء لهالأشخاص. يلي كان أكيد بعدين بتنفتح الطريق انه تقدر توصلهم الكلمة. بس أولا كانت عم توصل هذه الطريقة اللي اختارتها. وحسب الظروف اللي كانت عم تعيش فيها والمناطق اللي عم توصل فيها الكلمة. مثل هكا المبدأ إنه الكل سوا مدعوين إلى نوصل كلمة الله. نوصل رسالة يسوع المسيح. هايدي مطلوبة من كل الأشخاص. الأشخاص متماعبول خاصة بس التعليم. المعلم مفترض يكون متماعبول عم معلم تعلم. مثلا هلا بعدنا عم نحكي عن إنه كهني في ناس عم يطلعوا بيحكوا. وبعدوا الناس عن طريق الكنيسة. ربما إنه هن بالكنيسة. طيب بس أنا هذي أشخاص بدهم إعادة التعليم. ما بعدنا عم نحكي. إنه هلا طالما عم يطلعوا الناس. ولو في ناس اللي حقينهم. ولو ناس اللي حقينهم عم يقول لهم لازم تعملوا هايك لازم تعملوا هايك. بس من المجرد إنه في عندك عم تشق الناس عن طريق الكنيسة. هؤلاء لازم ننتبه ولازم نقول لهم يا عمي لأ. إنه في كمان ما في حدا بيدعي الناس. مثل ما قالنا إلى المحبة ويقاربوا لبعضهم إلا هيدا منعتبروا من الله. مرة على أيام يسوع المسيح مع التلميذي. ويجوا لعنه التلميذي بقولوا لك. إلتقينا مرة بشخص عمي يبشر وكعملوا لك. بس هذا مش معنى. قال لهم اتركوه نحنا بنمنعوه. ولو يعني يلي مش ضدنا بيكون معنى. يلي مش ضدنا بيكون معنى. عم يبشر بي يسوع. يعني أنا مش ضده. ما لازم كون ضده. ولو كان مش ماشي معكن. اوكي لو ماشي ما كان بكنيستي. بس طالما هو معهم يعمل شي مخالف لتعليم يسوع المسيح. إذا فيش أشخاص بطلعوا بيحكوا إشياء. بيضع الناس. إذا أنت طلعتي وعم تقولي أنا عم بدي بكلام عم بيحكي. يعني ما عم بخالف كلام اللي عم بقول لهم تركوا كنيستكم. ولا عم بقول البابا شو عم يعمل هاي كل شي. أنا عم بدي الناس يحبوا بعضهم. نعم. يصلوا. بشر بكلمة الله. لا الله. وقفوا عن المخدرات. وقفوا عن الخطيئة. طيب هذا عمل الله. لا مجدو. هذا مش غالط أبدا. أكيد الكنيسة إذا عمل بدو يصير داخل الكنيسة أو من ضمن الكنيسة. هلأ الكنيسة عند تعفي فيه رعاية وفيه أشخاص مسؤولين عن هالرعاية. يعني أنا إذا بيه رعية ما فيني. مين مكان يجي اللي أنا بدي. يلا خليني أبونا اليوم أطلع أنا أوقف الكي بدو عزلون لهالناس. طب أنا هاي كان عندي مسؤولية الناس. ما بعرف شو بدو يطلع يحكي لهالناس. إنه ما فيه بالنهاية أنا مسؤولة. فيه موقع لكل شيء. فيه موقع لكل شيء ما فيه أنا هالشيء بدي يفحصه. مش إنك الكنيسة إيه إذا فيه أشخاص مثلا بدي يعنا أو أشخاص بدي يطلع هو يبدو يوعز أو بدي يحكي. نحن عنا في شخص بدي يدرس بنعمل فيه القارئ فيه المرتل فيه الشنديا والشميسة. إنه فيه أشخاص بدي يعفو شوي يعني يحكي كلام الانجيل ويعرف يطبقوا امطلاءا من تعليم الكنيسة. والاشياء الكنيسة شرحته لها الانجيل. هاي دي مش غلط. يعني مش غلط إنه الكنيسة يكون عندها سلطان تحدد للأشخاص. وتفحص الأشخاص حتى يكون إن هذا شخص بيقدر يساعده هيك. الكنيسة هلأ بالسينودس يلي أطلقوا أديسة البابا فرانسيس. يلي هو السينودس يلي بدي يختم بلش فيه بتشرين الـ 21. اسمه السينودس للكنيسة. الشركة ومشاركة ورسالة. حلو كتير. أين؟ هدا على صعيد الكنيسة كلها سوا. بالـ 2023 رح يختم بروما. لكن هلأ عم يفتتح بكل الكنيس بكل المحلات. ما بعث بإسرائيل هلأ ممكن إذا بعد بلشوا فيه. بس عم يدعي من ضمن الأشياء إلى أعطاء أكتر دور للنساء والشباب بعمل الكنيسة التبشيري. أنه يكون إلهم دور. دور بعمل الرسالة. لأنه هيدا عم يقول هيدا من طبيعة الكنيسة من البداية. وهيدا منه شي خارج عن المألوف. عم يرجعي دعين. هيدا هلأ الكنيسة عم تحكي. من خلال هلأ العصر اللي احنا فيه. محتاجين للعلمانيين. للعلمانيين حتى يكونوا بيقوموا بدورهم بالرسالة والتبشير. من خلال الأكيد. مثل ما أنا. بس إنه الشخص اللي بد يكون يوصل الكلمة. بد يكون عنده المبادئ إصال الكلمة. يعني بد يتعلم لا يدر يعلم. بعدها منحكي. بد يكون كلميز. نعم. لحتى يدر يكون ساعة الأخرين على التلمزة. هيدا مش خلط بالكنيسة. يمكن عم تقولي أوقات ينتقد الشخص ببلده و بوطنه. مثل ما صار ما يسوع المسيح. وقت يطلع على الناصرة. وبالله شيء يقرأ ويقرأ. هيدا منعرفه نحنا منين هلأ ما صار هلأ معلم. طيما بتستصغر الحولك. الناس خاصة أنا بقول أنا بعرف الريبين وبعرف هيداك. بصير يعني يقابلوا الشخص. ما بعرف إذا. تعرف ليش أبونا العالم بتنتظر الكمال من الشخص. والكمال منو موجود بحداك. أكيد مش موجود. ما في حدا موجود. بس أنا أقول إنو. والناس اللي حولك. بتصير عنا شوي سيئاتك. بيقولون. بس حلو الإنسان يكون يعني كمان بدو يحافظ شوي. يعني أنا إذا بضايع معينة أو بمطعة معينة. إذا هالناس أنا ما فييني أطلع. أنا حتى كخوري. بقولون يلا اليوم بالإدايس. بناك بنا نقوم كلها نزقف ونرقص. ما كمان بدك تعرفي إنو. في قبول لهذا الشخص. لأشخاص. يعني في عنا أشياء بشرية. نحنا مش معاودين إليها. يمكن لو كنت أنا موجود بغير بلد. ما حدا ما عندهم مشكلة. ما بيتحملهم ناس تغيير كبير. أو إذا كنت موجود بإفريقيا. إذا قلت لهم عادوا ما بيقعدوا. بدؤون يرقصوا. لأن هني مثل الألوان هكا عم يمجدوا الله. ما تهيد تعبير البشري وكيف هني معاودين. نحنا إذا بنحزن نلبس أسود. في غير محل بيحزن نلبس أبيض. طب هاي دي شالت بشري. أنا ما فيني أطلع الإنسان من تقليده ومن عاداته. ببطل يفهم. بطل يعرف شو بدي عبر. هون بدي كون عنده إنسان حكمي. إنو أنا المنطقة والمنطق الموجود فيه. بدي مضيع الناس. أنا بدي كون عم ساعد الناس. هون تجي حكمة الروح يعني. ايه. مشيناك إذا عم تقولي إنو بدي حتمه سيئة. إذا أنا عم بعطي. إذا أنا عم بقدس مثلا لوليت صغار. ما بحط لهم فيروز مثلا. أو شي هيك. إنو بني هي بدنو شي. والليدي معروفة كل حدا بيتحكي عن لغته. مش غلط ساعدت أنت. حسب الأشخاص الموجودين. بس إذا أنا موجود ببراعية. فيها ستة الختيارة. وفيها طفل صغير. وفيها شاب. طب أنا ما في نعمل بس لأرضي الشباب. وهادي تتحسها لمبطل تعفت صلي الأن. هي لا فهمت علينا ولا عرفت شوية تعمل. بس المشكلة أبونا أعبر من هيك. المشكلة إنو في ناس. الكنيسة لا تماشي بقى فكرون. والعصر يعني. مش غلط شوية موسيقى. مش غلط يعني الإنسان المهم. بيقول هون بيقول إرمية. بيقول طهروا عقولكم وقلوبكم. وليس أجسادكم فقط. يعني إذا أنت هل ممارسة التقوس. عم بتساعد الناس يتمجد الرب. وتطهر قلبه وأعماله وسيرته. ما بدنا نكون شوية يعني ناخده نعطيه. بس بالتقوس يعني في عندك الليتورجية. ما الليتورجية كمان هي شي مشترك بين كل الجماعة. بين الكبير وصغير. الكنيسة عندنا شي اسمه البراليتورجية. يعني الشي اللي هو مرافق للليتورجية. يعني أنا مش ضروري أعمل هالتغيير بالقديس. فيني أنا بعمل لقاء شبيبي. وبعمل لهم الشي اللي هني كشبيبي يقدر أعبره فيها. بعمل للأطفال وبعمل الشي هيدا. يعني أنت أدري. عنا هالشي التانية اللي أدري نحنا نكون عم تساعد فئات الأشخاص. لا لا أنا ما أصدت بس بالقديس. بس اي. فشانك عم تحكي نحنا كالليتورجية تعبيتنا. مش غلط الإنسان يحافظ على. بعد كل ما بنحكي على التراث. مثلا نحنا أنه أنت بتحبه يمكن تعلم أولاد أولادك على شيء عن فيروز. ولو كان هني بتعني لهم أكتر يسمعوا أشياء إنجليزية مثلا أو هيك. بس أنت تحسي هاي تربطك بالجزور. مش غلط تحافظ على هالجزور اللي فيها أشياء حلوة. ومنها مش غلط كمان تعطيها طبع تاني كمان تساديهم. يعني من هين احنا بطلنا عايشين بالكورونا الأولى. يعني هالبالنس يلي الإنسان بدو يضلو يعملو بين الماضي والحاضر والمستقبل. هيدا مهم كتير. هيدا الإنسان مفي يكون مقطوع من شجرة. يعني أنا هلأ سلنا هلأ كنيسة. ونعم والبدايين ننسى بباريح. لا وكمان مفي نضلعيش من باريح. هيدا هون بدي حكمة الروح. وهيدا يلي الكنيسة من وقت لوقت بترجع تشوف شو التجديد الممكن بيعمل. حدا طالب منك سؤال. إن شاء الله ما يزعجك. لأنه بالأخير هو. لأنه هيدا السؤال يعني من أكتر لرؤساء الكنيسة يعني البابا وكذلك. بيقول الرب من أكله جسدي وشريبه دامي له الحياة الأبدية. إذا الكنيسة بدي إياك تقامن أنه الخبز هي جسد الرب والنبيز هو دمه. واتنينات ونسوا هني الخلاص. واليوم لما وقفنا الدم يعني الخمر بالكنيسة. هل هي نوع من كسر كلمة الرب؟ نعم. لأنه أول شي نحنا يسوع أمها نشكر الله ما حدد بس قال هيدة هيدة الوحيدة. يسوع حكي ايش كثير عن أنه أنا الطريق والحق. حيات أنا نور العالم من يدبعني لا يمشي في الظلام. هل أنا لأنا يسوع حكي نشكر الله خاصة عند قديسة رحنة نشوفها كثير. حتى ما يقول أنه بس أنا خبز الحياة من يأكل لا يجوء أبدا. أنا ماء الحياة. مثل ذلك نحنا إذا عم نقول أنه لو كانت هيدة بس هالمناولة هي الوحيدة. يلي طريق السامن نقول ايه نحنا ها فيه شيع من نقص لنا. ما فيني حدد أو ما فيني حد أنا الله أنه حتى نحنا نحن نحكي عن هلا مناولة بالشوق. نحنا كنا بفترة. صح. كلنا سوا. طيب الناس اللي ما قدرت يجد عليك المقص. حلو هالجواب. إذا أنا مش قادر روح لعندي يسوع. شو اللي بيمنع بيسوع يجي عندي بطريقتين. وقلبي. يلي قادر هو صار يصير خبزي ما في صير شي تاني. معك حق. أنا فيني منعه يصير شي تاني. يعني ما فيني أنا حدد الله كيف. في عدة طرق. يعني حتى الكلمة هي بتصير خبزي يعني. يعني. اللي بيقدس حاله بيقدس حاله. بس ربنا قادر يستعمل عدة طرق. نعم نعم نعم. هلا نحنا كمشاريا أكيد بدنا من الحكم اللي عنا أنه نحدد. مثل ما قلنا بوقتها كان إنه قولوا إنه شو اللي اللي من قد ما فينا نخفف مشان ما نقدر يعني انتقال العدوى. مسلا اعتبر السلام. يلي أنا كل مرة بقلهم ياها الناس. طب الكنيسة في عنا طريقة السلام يلي الإنسان بيسلم عالتاني. نعم. طيب. قالوا هلا يا خياء ماش إلا نحنا السلام. إلا سلموا بطريقتين يعملوا هاك. طب ما في ناس أصلا بيسلموا هاك. السلام بيوصل بس إنه حتى إيدي بإيدك. بس بتعرف. تعرف هلا أحلى السلام لأنه هلا السلام أنا عم بحس كتير في فرح بالكنيسة. صار فيها البسمة بتبرم ع كل العالم حولك. وبتتبسم لهم بتعطيهم سلام. وتعطي السلام عن بعيد. مش ضروري تكون. مش بس بالإيد يعني هلا بالأول يبقى إيدي بإيدك وخلصنا. بس هلا بحس هالبسمة وعم تبرم عيونك عالكل فيها سلام. بس هادي طريقة. مشان هيك عملك إنه مناولة أوك هادي طريقة. يلي هي حتى مثلا إنه بالخبز. ألا الخبز والخمر. حلو يكون السلام بالإيد وبالغمر وكذا. متل ما. بتبقس إنه مش معنيتها بطل في سلام. إذا غيرت الطريقة لظروف معينة. صحيح. السلام بعد السلام. إذا غيرت طريقة المناولة بها الظروف هادي. مش معنيتها بطل في مناولة. حتى لو ما تناولنا وكيت موجودة بالفرشة. ربنا ما حدا يحد حد لقدرة الله. يلي خلق الدنيا بكلمة. ويلي هو صار خبزة. مقدر يعمل اللي إحنا مش قادرين نفكر فيه. بس المهم إنه يكون عنا حقيقة هالإيمان. المبني على هك على صخرة. مش على شعور وعواطف وكذا. على صخرة على حقيقة. سؤال أخير لا يمل. يريت الوقت أطول بكتير. التلاسن والكرهية بلبنان من أجل الأحزاب. هل هي تسرق منا الله؟ ولأنه عم تسرق منا الله؟ عم نبعد الله عن لبنان؟ لأنه أنا بشوفك كتير بين الأحزاب في الغضب. يعني صفة يسوع شو عم بيقلي؟ أنا من تحت رأس إنسان عم بنسى يسوع و بنسى الحب. و بنسى أن يطول بالي و اتكل عليه و متكل عليه على بشر. وين هو الرب اليوم؟ وقت اللي ضاعت اللقمة و ضاعت حقوق الإنسان. يلي هني الرب. يعني حقوق الإنسان كانت مبنية على الإنجيل. صح. يا ترى شو عملنا بحالنا نحنا كمسيحيين؟ نحنا اللي فينا مكفينا. خلينا نقول هك بالمختصر. ما قلناه عن المسؤولين بالكنيسة. نقوله عن المسؤولين بالوطن كمان نفس الشي. يعني إذا أنا ككهنة أو أنحى مسؤولين بكلامنا خلانا الإنسان يبعد عن خي الإنسان. وحلو ولدنا الكراهية و الحد للمسؤولين اللي كبار و الصغار و بالبابا. كما نحكي عن بعض الكهنة. نفس الشي. هذا قالنا هذا ليس من الله لأنه هذا سبب الكراهية. كل مسؤول أو كل زعيم يلي هو بدي يكبر على كراهية الآخر أو يخلي الإنسان يغضب. هذا ليس من الله. هذا من نفسه هذا. هني كمان مسؤولين كمان أنه يكون قوده شعبه. وليس بس يقود شعبه أنه لحتى يصير هو من زعيم. هني بيأمنوا بألا المسؤولين برأيك؟ أنا بقول أنه من سيبارهم. الإنسان لازم. ومتما كنا نحكي. إذا مستعد هو يموت من أجل شعبه. بيكون هذا من الله. إذا مستعد هو يضحي بكرامته أو بمصرياته. يلي هني هلأ الناس الفقرة. وعنا الزعمة لعنا يمكن وحده. مش مطلوب منه لسندوق النقد الدولي ولا شي يساعدنا. إذا كل واحد منه يقدر يعطي جزء من منساروته الكبيرة. يساعد فيها الناس بيحلوا مشكلة لبنان. هؤدي بيكونوا ساعة الزعمة صحيحين إذا قادر أنه أنا. بقول أنا مثل ما عامل زكا. زكا يلي هو كان ظالم الناس. وقف ديم يسوء عمول راح أربع أضعاف رجل. ونص سروتي بعطيها للفقرة. تصوري أنت يطلعوا عنا كل هالمسؤولين يلي هني كلوا عندهم سروات. وظلموا الناس. يقولوا نحنا كل هالناس الفقرة. الظلمين ونحنا راح نعطيهم أربع أضعاف. وكلوا يقول أنا نص سروتي بعطيها للناس الفقرة. لبنان نحل كل مشكلته. مش محتاجين أحدا من بره يحله. بس هيك ساعة بيكونوا هني ساعة الرب بيقول اليوم تم الخلاص لهذا البيت للبنان. وقالنا ما راح يصير. يعني الحكام ما بدنا نسمي. رجعنا أنه اليوم بدنا نكسر الضعف في الإيمان. لأنه إذا ما في ضعف بالإيمان. العدالة منها بتجي. مش من الإيمان. رحمة العالم مش من الإيمان. يعني اليوم قبل التقوص. لأنه في كل الحكام بيفوتوا على الكنيسة يا أبونا. وبيصلوا. وعلى الجميع. كله يتبقى تبقى. أكيد أكيد بس أنا عم بحكي تانا نقض حالنا. وبيروحوا يعني. نحنا اليوم بدنا ننمي العلاقة الشخصية مع الله. لأنه بس يفوت الله بعلاقة معك. ما بتعود أنت موجود. اليوم أنا ما بلاقي مارشربل عم بيعمل العجيب. مارشربل بالحب ذابة في الله. قد محبه لالله صار هو من الله. صار الله من خلاله عم بيعمل المعجزات. يعني اليوم مش رح نكون كلنا مثل مارشربل ولا قديسين. ما حدا مطلوب أنه يكون مثل التاني. كل السين عنده طريقته. حتى هن المسؤولين. المسؤولين مش مطلوب منهم يكونوا يعني. يعني. الديسين مترسكي. هن كل الإنسان عنده شغلته. بالنهاية عنده دوره. بس ما طلبه أن يكون إنساني. يعني هو عمشتغل عمل إنساني بالنهاية. مش عمشتغل عمل روحي وديني. أنا ما بدي إيه يفوت على الكنيسة. ولا بدي إيه يكون أنا مصلي. بس بدي إيه يكون إنساني. ما هالإنسانية اللي عند الإنسان. هي إذا ما كانت موجودة. المسيحية صارت إكسترا للإنسان. المسيحية بتدلق على السماء. بس الإنسانية بتدلق أخييك الإنسان كمان. إذا أنا مش قادر شوف خيي الإنسان. مش قادر ساعد وبعرف الناس محتاجين. وأنا بعدين عم فكر مصلحة الشخصية. وكرسي وزعائمي وخبريات هودة. ما هودة. وين بعد أنا في. عم بحكي عن مسحية. وعم بحكي عن حياة أبدية. إذا كان. مثل ما قال ياسوأل ولا نيكوديموس. إذا كلمتكم بأمور الأرض ولا تفهمون. كيف تفهمون إذا كلمتكم بأمور السماء. إذا هني بأمور الأرض. يلي أنه أنت في ناس محتاجة. بعض مش عم يفهموها. وبعضهم عم يشتغلوا. كيف هني ممكن يشتغلوا لحالهم. كيف بدك تحكيهم بأمور السماء هودة جماعة. ما أوشي خليفهم بأمور الأرض. يلي هي هادي واضحة. إنه إنسان محتاج بدي يأكل. في أكار من هيك. نعم. إنت معك مصاري أعطيه مصاري. ساعده. يعني هودة هاش شغلات يلي هني. حقيقة هاي البدة العجيبة. إذا ما نصلي. نصلي حتى يصير في هال الإنسانية بقلوب هالناس. حياتا إنسانية. أنا بدينا نكون إنسانية. ساعة مينما كان يكون وينما كان يكون دينه. قادر يكون. إنسانية. يشعروا حاله. إن أخي نحنا مسؤولين. إذا مش قادر قعد على جنب. سيفي نروح لي محل. إذا مش قادر أنا أكون عم بساعد هالناس الآخرين. وحياتا لأنه الإنسان محتاج. إنه أنا دوري. يعني في عندك مسؤول كالناس ومسؤول مدني. ما فيها الكنيسة تحل محل كالهالناس. مع الأسف نحنا هلا. الكنيسة. إن أنا ككاهن. بدلا ما يكون بس إنه أنا. إيجي أرشد الإنسان لطريق السماء. كمان بدي أرشد له. كيف بدي روح يجيب الدواء. وكيف بدي يجيب الأكل. ومتدبري له. وهايك. وتعم بتسادي. هايك. هايدي ريز بكون شغلة هالأشخاص. اللي هني أعتبروا حلو مسؤولين عن هالمسألة هدي. أنا مسؤوليتي. إنه الإنسان اللي ليس بالخبزة وحده هو يحي الإنسان. كله الشباع. وأكيد مهم كتير. بس كمان بالنهاية في حياة أبدية. أنت مش باعي بالقبر. هؤلاء الشغلات. الله يقدرنا لنكبر بالإيمان. لأنه عنا إله عظيم. محب. كلمة أخيرة للناس. قبل ما ننهي. يعني كان فينا بعد نحكي. أكيد بعد أكتر ساعات. أكيد أكيد. شكرا يا رب. شكرا يا رب. على وجودك بيناتنا ومعنا. يعني بالآخر أنا أقول إنه الإيمان. يعني نحنا بقد عنا ثغارات. من هذه اللي عم نكال الكلمة لكل أسين. من الأقالي وللكل. أنه إحنا كلنا تسوى تلميز. مثل ما بلاش بالبداية. كلنا سوا محتاجين نسد هالثغارات لعنا إياها. يعني إيماننا هو ربنا بناه. مبني على صخرة حقيقية. على صخرة يعني الروح لدس هو بناها. هالثغارات هي هالخطايا اللي عملناها. يلي هذي صار في فجوات. هكي بإيماننا. حياتنا خلينا نعمل مثل هالارتداد الشخصي كلنا سوا. هذي دعوة لدينا. قبل ما بلش. مثل مال ياسوه. قبل ما بلش شيل الأشي بعين غيري. شيل الخشبة من عيني. ستبقش عمنيها. خليكن عنا حياة هالروح هذي. ونحن هلا يلي بعد ممكن كم أسبوع. من بلش ندخل بمسيرة الصوم. خليكن نكون نفكر فيها انه. محتاجين كلنا سوا. بدأ نبني الإيمان على صخرة حقيقية. على صخرة هكي قوية. وخليه تبلش. فيني أنا. أنا اللي بدي. ابني إيماني أنا. أنا اللي بدي ساعة حالي. أبن مساعة غيري. هذي بختم فيها. نحن دايما. ياللي منسافر. بتروح بالطيارة. دغري. التعليمات بيقول لك. أنه عند الطوارئ. أول شيء. انت حت الأكسجين لألك. وبعدين ساعة الآخرين. هذي كم يهميك كده. لأن إحنا. هل إحنا بحالات طوارئ. خليونا أول شيء نساعد حالنا. خلينا أنا عام وتفعل التوبية. خلينا أنا. ابني إيماني. وأوي حالي. ساعتها قادر كنا عم ساعد. لحد مني والحوالي. أمين. أمين. نشكر وجودك معنا. نشكر الله. نشكر الله. نشكر الله. أهلي وأحبي مستمعي صوت المحبة. كل أسبوع وأنتو بخير. ويسعد صباحك. يسعد صباحك. موضيع من الحياة اليومية وأقوال شعبية منتنقلة بكل مناسباتنا. هل هي صحيحة أم غير صحيحة. بعين الإيمان. كونوا معنا كل خميس عشر ونص صباحا. على صوت المحبة أستراليا. وإعادة عشر ليلا. مع يسعد صباحك. إعداد وتقديم ميرلا خطر. موسيقى 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 موسيقى